بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير معلم للبشرية أجمعي الأساتذة الأفاضل الحضور الكريم حياكم الله وبياكم مرة أخرى في هذا اليوم الأول من أيام أسبوع التخطيط الاستراتيجي للأفراد والمؤسسات يسعدني ويشركني أن أرحب بكم مرة أخرى في هذه المحاضرة العلمية المتميزة التي تجمع بين علم الإدارة وفن تحسين الأداء والتي تحمل عنوان بطاقات الأداء المتوازن ومكتبة المؤشرات العملاقة كي بي آي ميجا ليبلري إنها فرصة ثمينة أن نستمع اليوم إلى خبير متميز في هذا المجال الدكتور رشاد البارودي الذي يملك سجلا حافلا بالإنجازات العلمية والعملية في مجال التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء وتحسين العمليات الدكتور البارودي يحمل درجة الدكتوراه في التخطيط الاستراتيجي وماجستير بإدارة الأعمال من جامعة توليدو بالولايات المتحدة الأمريكية وهو شخصية معروفة في الولايات المتحدة وكندا ومنطقة الخليج العربي حيث ساهم في تطوير الأداء المؤسسي لأكثر من مئة مؤسسة حكومية وخاصة وأيضا الدكتور رشاد بارودي هو المدير التنفيذي في شركة كي بي آي ميجا ليبلري ويعتبر من الرواد في مجال بطاقات الأداء المتوازن ومؤشرات الأداء الرئيسية لقد ساهم بفعالية في تطوير منهجيات وأدوات الإدارة التي نستخدمها اليوم لقياس وتحسين الأداء في مختلف القطاعات أتمنى لكم جميعا حضورنا حضورا ممتعا ومفيدا وأدعوكم للإنصاط إلى هذه المحاضرة القيمة التي ستثري معارفنا وتعزز قدراتنا في مجال الإدارة الاستراتيجية وتحسين الأداء والآن الكلمة لسعادة الدكتور رشاد البارودي فليتفضل مأجورا مشكورا تفضل دكتور بك مصطلحية كاملة بمشاركة الشاشة تفضل دكتور بسم الله الرحمن الرحيم بتشكر كتير أستاذ عدنان بتشكر منصة أريد كمان الناس الموجودين معنا شكرا لوعدكم والاهتمامكم بالإضافة للدكتور أكيد السويدي على جمعنا مع بعضنا بهالأسبوع الراقي جدا والثري إن شاء الله بداية المشوار اليوم هذه الدورة المتقدمة عم حاول أنا قد ما بقدر أعطي بساعتين بقا بدا تكون حوالي 100 وأكثر من 100 سلايد اللي حتشوفوها كتير سريعة بقا بدا شوية تركيز ممارسة بعد الاجتماع اليوم وكمان إذا بتاخدوا كل هاللي تعلمتهم إلى فريقهم بالإضافة لهالشي في ناس كتير طلبت مني إنه إذا بنادر نزيد الشهادة شهادة اختصاص خصائي بطاقة الأداء المتوازن المعتمد وهذا اللي حتكون متوفرة إن شاء الله بالرابط اللي نحيبعتلون إياه بالتشات باكس إذا ممكن إستاذ عدنام بعد شفترة من الوقت تحطوه بالشات باكس اللي حابب هده اختياري بالنسبة للأجندا اليوم فيه أكيد كتير من الأشياء العملية مثل الأبليكيشن اللي هي كمان مجانية ممكن تستعملوها بالعربي في عنا اتنين أبليكيشن واحدة بالإنجليزي واحدة بالعربي عم تستعمل بكل أنحاء العالم صلى حوالي ثمانة سنوات الإنجليزي وبالعربي حوالي سنتين مجانية اتنينتهم بتروحوا على الأبليكيشن ستور وبتنزلوا كيبي آي ميجا ليبرري ويصير عمكم ستة وثلاثين ألف مؤشر بقلب التليفون طبع حضرتكم بالنسبة للسيستم اسمه كيبي دات كلاود كيبي دات كلاود اللي هو اليوم عم يستعمل بكل حالة العالم الحمدلله هيئات حكومية غير حكومية الاي بي ام تبعها السعودية وجنوب أماركا أفريقيا سريلانكا بمناطح غير يعني معتمدة اللغة الإنجليزية وهذا هالسيستم بمئة وتسعة لانجوجز وأكيد العربي واحدة منهم لح نطلع ونشوفه بشكل سريع حوالي عشر دقائق بعد شي ساعة من الحين حتى تاخدوا فكرة أنه كيف صارت الأمور بالأتمة كنا نستعمل إكسل شيت وهذا اليوم صار قديم يعني في عنكم 14 يوم مجاني لاستعمال هالسيستم هذا بالعربي ولا بالانجليزي ولا بأي لغة بالإضافة لهيك في عنا كتير من الأدوات والمواد أنا بعثت بعض الأدوات للاستاذ عدنام ما بعرف إذا من الممكن أنه يبعدت لكم إياها بعد ما نخلص الاجتماع هذا طيب ها هي الشهادة اليوم حضور الدورة ومن ثم أخذ الاختبار عبر الإنترنت 60 دقيقة 34 سؤال 70% نجاح و24 سؤال من أصل 34 نجاح مجرد ما أنت تفوت على اللينك ممكن تحط الأسم طبع حضرتك بالضبط مثل ما بتكون يطلع على الشهادة وهذا الشهادة بالإضافة للشهادة اللي شفتوها من عند السادة الكرام منصة أريد اللي هي الحضور ولكن لا حيث دي شهادة مع مع إجزام آآ في حوالي 14 يوم ولاسة 7 أيام 3 محاولات أوكي هالشهادة هاي دي الحمد لله منقول أنه اليوم مع الكرسات آآ طبعنا الخمسة عمت أخذت أريدي ب 175 دولة أكثر خمس ماركت نحنا مشهورين فيهون هنه السعودي أمريكا آآ مصر الهند ومن ثم الإمارات العربية المتحدة اليوم اهتمامنا هي بشهادة من الشهادات اللي هي البطاقة المتوازنة بتمنى أنه تكونوا آآ باستفدتوا منها كنالوج وستفدتوا منها كذلك الأمر بتحطوه على السي في إلا اليوم آآ فاليو إلا اليوم آآ يعني آآ آآ طقل بالآآ آآ سي في اليوم الخريطة التدريب هي أربع أجزاء أول جزء هو بطاقة الأداء اللي هي الأساسية ومن ثم المؤشرات ومعظم وقتنا بدي يكون بيهال الجزئين ومن ثم المواعمة اللي هي من علاق بالآآ بالإنجليزي والتقارير ومن ثم منشوف نحن السيستم إن شاء الله شكراً استاذ عدنان حطلنا الرابط على البتشات مشكوراً طيب تعريف بطاقة الأداء المتوازن اليوم في عنا مشكلة معظم الشركات التي فشلت في الوقاء لم يكن السبب يعود لعدم وجود استراتيجية ولكن الفشل بيعود بالتواصل مع الموظفين والتنفيذ تلك الاستراتيجيات بالإمبليمنتيشن يعني اليوم معظم الشركات عندها استراتيجي هذا شي سهل جداً لما نحن نروع على استراتيجية واضحة وسهلة وأنا إن شاء الله قد ما بقدر بقل لكم ليش اليابانيين يشحين جداً بالتطبيق بعد 8 سنوات معهم اكتشفت إنه كل ما كانت الأمور سهلة ومبسطة كل ما الامبليمنتيشن والتطبيق بقون سهل وهذا هو جزء من النجاح الياباني بالتطبيق استراتيجي هلا كمان الستاتيستيكس بتقول والبحوث بتقول إنه 52% لديها نجاح نسبي يعني جزئياً بتنجح الستراتيجي وآخر الشي هو إذا نجاح متميز بستراتيجيه اليوم عم نقول الثلث هلا لما نروحوا نحن على كابلين ونورتن هن بيقولوا 10% يعني لسه أقل من هالرقم هذا اليوم مين اخترع بطاقة الأداء المتوازنة؟ اتنان بروفسور بروفسوري كابلين ونورتن واحد منه التوفى السن الماضي زمن وطلعوا كتاب اسمه بالنسكوركارد بال1992 من جامعة هارفرد وعمل نقلة نوعية الحقيقة بس بدنا نحن نفهم شو الباكراون طبعه شو الخلفية وليش النجاح كان هلا بالنسبة للإدوكيشن والتعليم تعرفوا انه احنا كل يتنا كنا بالجامعة والمدرسة وكان عنا بطاقة بطاقة اللي هي فيها اربع مناظير مناظير اللغات عربي انجليزي فرنسي ومن ثم منظور الساينس ومن ثم منظور العلوم السلوكية الدينية ومن ثم العلوم البدنية اليوم حتى نتخرج نحن من الجامعة والمدرسة كان المفروض انه نحن نكون في توازن اي شي ما بيكون حققنا المنمم نرجع من عدة السنة من جديد ما في توازن هالفكرة هذه اخدوها اخدوها اه 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 اخدوها البغة كابلن انورتن من المدرسة وحطوها عالشركات وصعه في نجاح باهر بالاستعمال بهالاء الاسلوب الاطار واليوم اه 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 معظم الشركات العالمية هم تتحلم وفي اشغالات ثانية فايتت علينا اللي هي اوعية وغيرو غيرو ولكن بنهاية اشزاء ه categories ذاتها. إن كان ال-OQR وال-OGSM اللي هي يابانية اللي كنت استعمالها لفترة طويلة ولا غيرها بالنهاية في عندك أهداف في عندك مؤشرات في عندك مستهدفات يعني فتغيرت الأسباب ولكن الغاية واحدة وهي نظام متكامل للإدارة الاستراتيجية وليس جزئية مثل ISO جزء Quality Total Quality Management Quality في عندك العلاقة بالفاينانس بقى في عندك كتير من الأطر تركيزة على جزء من الإدارة ولكن بالنسبة لل-Balance Scorecard هي متكاملة اليوم بتحكي بالمصاري المالي بتحكي بالعميل بتحكي هلا نحن منشوف بعد شوية بقى تلخصت وزيطة البتاقة الأداء المتواجد في أربعة أهداف هي أولا نشر مؤشرات قياس الأداء في مستويات الإدارة العالية ومن ثم مستويات السفلة طيب رقم اتنين ضمان التوازن اللي أنا أدتلكون عليه بين أربعة شغلات مالي عملاء عمليات إجراءات ومن ثم للأسف اللي هالدائما نحن ننسيهن الموظفين رقم ثلاثة ترجمة الأداء المؤسسة إلى أشكالها الأربعة متكاملياً أوكي ورابع واحدة هو ضمان التوافق الإدارة التوافق الأداء الفردي إذا نحن مشبكنا آخر الشيء العاملين ما عملنا شيء ياما أيام بيحسنوا تطبيقة عبستوات الثاثة بالإدارة أقسام الدوائر أقسام وبيوقفوا عند الأقسام ولكن اليوم مين عم يشتغل أكثر الشيء بالمؤسسة هي الأفراد وإذا نحن الـ HR ما نتواجد معنا بالموائمة نحن ضيعنا معظم الأفراد الموجود فوق التوازن هو ضروري أيام زمان نحن نركز كتير على الأمور المالية اليوم ما منقدر بقى نركز على الأمور المالية فقط هي جزء أساسي المالي ولكن بدنا كمان نركز على أمور الطويلة المدى وإدايش الموظفين مبسوطين إدايش العملاء مبسوطين إدايش العمليات الداخلية هي مؤتمتة هي اليوم عم نستعمل Artificial Intelligence زكاية الصناعية إذا نحن ما بلشنا نشوف كيف بدنا نفوت على الأتمة اليوم بعد سنة سنتين يمكن تكون الأمور متأخر جدا ممكن نحن نتهدد بالفلاس مشان هيك نحن ما منقدر بقى نركز على الأمور المالية وهي دي بعض المؤشرات أنا حبيت بس ألكن يعني لما عم أحكي مالي عم نحكي نسبة الربح متبسط الإرادات نسبة التكاليف بالنسبة للعميل نسبة العملاء المتكررين رضا العملاء الوقت اللازم للاستجابة بالنسبة للعمليات الداخلية اللي هي processes إجراءات كمان منقلة نسبة الأخطاء ليرادات لكل موظف معدر رضا الموظفين بالنسبة للتطور والتعلم اللي هو هون الموظفين عدد المنتجات لكل عام بالنسبة للموظفين معدل عدد اتراحات التطبيق لكل موظف أوكي بقى هلأ نحن منشوف التوازن هيدا متل كأنه عم نزرع شجرة اليوم انتو بتعرفوا المزارع اللي همه يقطف فقط ما هيادر يكون مزارع جيد نقل بديو يهتم بالشجرة بديو يهتم بجميع المناظير حوالين الشجرة مثل التربي اللي هو آآ اليوم عم يجي من التربي اللي هنم موظفين وللأمور المالية ومن ثم بدنا نهتم بالأوراق بدنا نهتم بكل عوامل طبع الشجرة حتى اخر شي نطف التفاحة بآخر السنة هلأ في كتير من المدراء كتير short term ما بيرغزوا على الأمور الطويلة المدى وبالنهاي بيفشلوا بعد سنة سنتين كتير منهم هنم على فكرة موجودين أوكي آآ بالنسبة لنموزج بطاقة الأداء المتوازن هذا شي اشتغلت عليه أنا من فترة مع وزارة التعليم بالسعودية مثل ما شايفين البطاقة هي مثل أيام بطاقة البدرسة في عندك أهداف هون آآ على إيدنا اليمين في عندنا بعض المسافة بدنا نحط فيها المؤشرات ووصف المؤشر والدورية واليونت اللي هو الوحدي والقطبية وكل هالأمور هايدي بعدين بدنا نحط المستهدفات يعني التارجت أوكي والأمضاءات هي شغلة أساسية تحت بالبطاقة ليش؟ لأن اليوم ما بدنا الناس تغير رأيهم يعني إيام عيام بيدل المدير يزيد 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 كل السنة وبالتالي أنا اليوم بطل تركز إذا أنت طلبت مني شغلتين أول السنة وصاروا عشرين شغلي آخر السنة أنا اليوم فشلتني بشي هناك ما نفضل أنه نمضي البطاقة بشكل أنه ما يصير في تغيير لو في تغيير بيكون في مناقشة من جديد وأمضاء جديد أوكي بقى هدا هالهن عزاء البطاقة اللي هون ما بنحكي على المستهدفات بنحكي على الموافقات وغيره تعريف بطاقة الأداء المتوازن أول شيء منحدد الأهداف منقل له Goals منقل له Objectives ومن ثم منعمل خريطة الخريطة هي عبارة عن الأساسيات تابعة استراتيجية Mission Vision Value رؤية رسالة قيم عندنا الأهداف الأساسية كلهم مربوطين مع بعضهم اللي يفرجونا شو هي الخريطة لحن نشوفكم مسهل بعد كام سلايب وبعدين بدنا نفوت بالتحديد مؤشرات كياس الأداء اللي هو عقد منه سريع بالنسبة لأمور تانية كتير حساس إذا اليوم نحن ما قدرنا حطين المؤشرات اللي هي تتماشى مع المشاكل تابعنا مع المهام تابعنا بتتماشى مع طموحاتنا بالمستقبل أوكي إذا هالشي هده ما صار حطينا أي شيء اللي هو يمكن يرتبط بالجاب ديسكريبشن ومثل كل السنة والأمور ما بتتغير هيده اليوم استراتيجية محا تقدر تنجح بعدين منحط المستهدفات اللي هن وإخر الشيء منحدد المبادرات طيب مثل ما قال الدكتور سيف يعني اليوم أنا القبطان حطي يطير هالطيارة بده 30, 40, 50, 10 موجودين حوليتهم ضغط المقصورة الارتفاع اديش فضل بنزين وديش المسافة اللي هنوصل وكل هالأمور هيده بده يعرفها باللحظة وبالتالي اليوم رئيس الشركة هو مثل الكبطان وعنده معشراته وأكيد ما 45 نحنا ما نفضل يكونوا 10-20 حتى يدل التركيز موجود أوكي هلأ لنروح على إدارة بطاقة الأداء المتوازن اليوم نحنا لما نفوت على أي أنا كونسلتنت عفكرها 90% من وقتي كونسلتنت لما نفوت على أي مؤسسة ما عندهم بطاقة الأداء أنا أول شيء باللون أنه لنأخذها حبة حبة يعني من أول شيء منعمل مستوى الأول ويمكن الثاني مع بعض أول الشيء أول سنة السنة الثانية منروح مننزل على المستويات الإدارات الأقسام وهكذا نحنا منضمن أنه هالثقافة عم تتماشى مع تطبيق بالمستويات الأربع خمسة شوية شوية بعدها أكيد مننشئ مكتب الإدارة ومن ثم مندعم الشيء بتطبيق أتمتي على هالأساس نحنا اليوم في عنا كمان مشاكل حواجز ومنها هي أنه في عنا غياب التواصل الكممنيكيشن عندك المستوى الأول ثاني ثالث مستأنسين مع بعض عم يحكوا بستراتيجية عم يطبخوا استراتيجية ولكن لما تجي على المستوى الرابع خامس سابق ما معهم خبر شو عم يسير المحازات المفقودة بين الوحدات إن كانت HR و IT مع الكور بيزنس العلاقة المفقودة بين التخطيط استراتيجي والتنفيذي هون عنك عمودي عمودي تنفيذ غير الدقيق لمبادرات استراتيجية يعني نحنا ما نبلش بعشرين مبادرة استراتيجية نصهم ما بيخلصوا ونصهم بيكونوا بمخرجات ضعيفة السيطرة استراتيجية غير كافية اليوم بدك يكون عندك قيادة عم تقدر تقنع الناس وين بدون يروحوا وكيف بدون يروحوا وكيف بدون يتبعوا استراتيجية وهي تكون المصدر الأساسي للدسكشن والمناعشة إذا هالشي منه موجود والمدير العام وحتى الناس اللي تحت منه بتلاقيهم ما بيسكرو استراتيجي باجتماعاتهم وبتلاقي في عندهم شغلات أهم بالنهاية ما فيه سيطرة استراتيجية على الوضع الحالي وعلى الموظفين خصوصا الناس اللي بتلاقيهم مدير حابب أن يكون جميع الناس اللي حاولوا مبسوطين طيب الشخص هذا غير لائك ليكون مدير عام يعني إذا أنت كل اللي حاولتك مبسوطين يعني يمكن معشر أنه أنت منك نجح يعني اليوم بدك تشد وترخي وتعيت وتناقش وتحط النقاط على الحروف بطريقة أكيد والوصف الغير المتوازن للستراتيجي يحكينا عليه قبل هلأ أنه بدنا نحن نكون عنا توازن بين الأربعة المحاور الأربعة اللي لنا عليه مالي عملاء إجراءات وموظفين هذا التوازن مفروض يكون موجود طيب التقييم السنوي المثالي بطاقة الأداة المتوازن أول سنة تعرفوا نحن عنا ثلاثة سنين للخاص إجمالا لما كنا بهوندا كمان ثلاثة سنين عند الياباني التخطيط لما بده ثلاثة سنين بالحكومة خمس سنوات لنقول نحن بدنا نبلش أول سنة بالتخطيط مشان هيك بدنا نبلش أنه نحن بمايو وليس بأغسطس أول سنة فقط مفروض تبلش أنت باجتماعات القيادة السوات التقييم الداخلي خارجي السيناريوهات اليوم في عنا ثلاثة سيناريوهات أسوأ السيناريو أحسن سيناريو والسيناريو اللي هو مثل ما نحن اليوم موجودين طيب عم ننصح نحن هالأيام رغم أنه بقلب الخليج يعني خصوصا الخليج العربي الوضع لا بأس به يعني البترول عالي فيه مصاري كتير لليوم ونحن إكسبشن بالعالم لأن العالم كله يتوا من عدى أمريكا عم يطبعوا مصاري كتير عم يودعوا الدولار الحين فيه ترانزيشن اللي حتصير على الكريبتو كيرنسي بعد كم سنة مش هناك ده بقض طبعه ثلاثية عشرين تريليون وكان عنده خمسة تريليون من خمس سنوات بقى عم يطبعوا الدولارات قد ما بيقدروا يودعوا الدولار قبل ما يطيح وننصحكم بشراء الدهب يعني اليوم في عنا ترانزيشن متل ما صار الف وتسعمائية الف وتسعمائية وتلاتين صار الترانزيشن من سترليني للدولار أوكي شو صار نحن بهالفترة هايدي الدهب طلع خمس أضعاف الانفليشن كانت شي خيالي ضعفوا هن زيتهم سترليني مشان يقود الدولار واليوم كل القرارات اللي عم تطلع بأمريكا وعالميا والبريكس كلها تأتجاه واحد لتضعيف الدولار بما يعني كل العملات المرتبطة بالدولار لح تخسر حوالي عشرين خمس وعشرين بالمئة كل سنة من قواتها الشرائية وبالتالي إذا أنتم معكني الريال ولا درهم لح تخسرواه بالنهاية خمس وعشرين بالمئة كل سنة مشان هيك اليوم الواحد يروح يشتري دهب يشتري ما أنه غالط دهب هلا أطلاقا بده يصير بكرة خمس تلاف وست تلاف وعشر تلار بعد كم سنة بقى اليوم منقول أنه السينيريهات اللي عم نتطلع فيها هي وورس كيس سينيريو للمستقبل القريب على أساسه بدنا نخطط اليوم حتى بالسعودية اليوم أوكي الرؤية ماشي الحالة وفي مصاري بس اليوم كل الاتجاهات بتقول نحنا بدنا نخطط على أساس وورس كيس سينيريو منطلع بطاقات الأداء هون أنا لحعمل مثل هيك بونتر أوكي بطاقات الأداء الوزارة ومن ثم مننزل بالبطاقات للمستوى الثاني الوكلات ومن ثم الإدارات والأقسام وكذا أنا منبلش منربط بالميزانية بشكل أساسي صحيب أكتوبر ولكن ولكن ربط الميزانية المفروض يكون من أول الطريق هون لنعرف شو هو الصقف ياما أيام ناس بلشوا تخططوا والمدير العام بيقول لهم عملوا لي مبادرات لنوصل على الأمر ولكن لما يجوا ياخدوا المصاري من CFO بيقول لهم أنا اليوم ما في عندي غير ربع الميزانية بالتالي بنا نرجع عن خطة من جديد واجهتنا هالمشكل كتير قبل هاي طيب آخر شي بدسمبر إجمال لما بلش نربط الأشخاص الأشخاص خلال السنة بيكون عنا أربع اجتماعات اللي هن دورية للمستوى الأول والثاني هلأ بالهوندو في كندا منوفاكشرين كنا نحن نسمع للمستوى الثالث أنه يستمع فقط بهالاجتماع يكون فيه كراسي على الحيط بشكل أنه هن يستمعوا كيف القرارات عم تتخذ بين المستوى الأول والثاني الأول هو المدير العام الثاني هن الناس اللي بايس برزيدنت وغيره بس كنا دائما نعزمهم مشان كذا سبب يعني نعزمهم مشان وباش يعرفوا كيف القرارات عم تتخذ ثانيا تريننج ثالثا إذا فيه معلومات بدنا إياها بشكل فوري يعطونا إياها بالنسبة للأمور التشغيلية متل ما شوفين هن عنا اجتماع شهري لإدارة الأداء تبع الدواء الأقسام والإدارات وهن عم نحكي ثلاث شغلات عم نحكي تحديات عم نحكي مؤشرات عم نحكي مشاريع أوكي طيب هلا نحن هذا هو التقييم السنوي للسنة الأولى بالسنة الثانية نحن بدل ما نبلش بمعيو ما نبلش بيوليو أغسطس لا بس طيب تطوير الاستراتيجية هلا حكي عليها الدكتور سيف بشكل أساسي أنا ما هعيد اللي تفضل فيه لحقلكم شغلات عسرية يعني أكيد في عنا رؤية أحيانا بيقولنا الرسالة بدل المهمة أهداف وزارك بدنا نشوف الطمحات بدنا نشوف الاعتبارات وغطاها الدكتور بشكل قوي جدا مشان أنا ما هفوت عليها كتير ولكن اللي حابب أتلفت لنظركن علي هو أول شيء المفضلة تكون هي الرؤية محددة قصيرة مفهومة واقعية وملهمة للناس اللي عم يشتغلوا بقلب المنظم يعني عادة هي عشر سنوات نفس الشي بالنسبة للمهمة والرسالة أحيانا بتكون عشر سنوات بس بعض الأحيان بتكونوا نص المسافة هيدي السيارة يعني إذا نحنا اليوم الرؤية هي والعنوان وين بدنا نوصل المهمة أما الرسالة هي السيارة إجمالنا السيارة بيكون كام دولاب عندها أربع دواليب صح هيدي الأربع دواليب اللي هو بدنا نحطها بقلب الرسالة والمهمة لها هي كيفية وصولنا للعنوان اللي هو الرؤية مثل شو؟ نحنا منقول بدنا نستعمل المهمة تبعاً والرسالة تبعاً بدنا نستعمل الأتمة بدنا نعتمد أكثر على كواليتي بدنا نحنا نعتمد إذا كنا بالحكومة على الكتاع الخاص أكثر وإخر شيء يمكن نقول بدنا نعتمد على الشركات وغير وغير هي أما كواليتي سيرفيسز يعني هالأربع دواليب هايدي للسيارة مفروضة توصلنا على وهيدي بتكون بداية أنه نحط نحنا شو الأهداف بعدين القيم أنتوا أدرا فيها القيم الحين اللي هو الـ DNA جوجل بدهم الناس قلن علاقة بالـ innovation الجيش بدهم الناس قلن علاقة بالانضباط الشجاعة التضحية دور الـ item دور الـ item بدهم الناس شو قلن علاقة بالأخلاق تعاطف الثقة شايفين هون أنا أعطيتكن ثلاثة أمثال وكل واحد في عندهم قيم مختلفة تماماً على التينين والـ HR هون المفروض يكون في عنده قدرة لا يعرفوا أنه هالشخص هذا في عنده innovation يعني أنا بقدر فوته على جوجل هذا شو ببرهن لي بالـ CV تابعه أنه مبدع زمنه مبدع باي باي ما المفروض يفوت على جوجل إطلاقاً ونفس الشي بالنسبة للجيش ولا الشرطة تصوروا أنه عندك ناس ما في عندهم انضباط يعني مصيبي على الشرطة ومصيبي على الناس اللي عايشين بقلب المدينة طيب هيدي بالنسبة للأهداف مفروض تكون متوازنة محددة قابلة القياس قابلة التطبيق ومرتبطة بالأهداف هلأ في شغلة ما أنا مذكورة هون ما بيكون عندهم أفرلاب بالإنجليزي ياما أيام نحن هم نتطلع على الأهداف منلاقيهم في اتنين عم يحكوا بنفس المهام يعني بنفس الموضوع يعني جزئياً ما تصلين ببعض أبداً يحن اليوم لما نحط الأهداف الخمسة ست سبعة من مفروض يكون عندهم أفرلاب إطلاقاً يعني ما مفروض أنا أقول هالمؤشر بيروح هون وهون يعني هذا في شي غلط وقابل للقياس أكيد إذا كنت بالحكومة خمس سنوات إذا كنت بالخاص ثلاث سنوات بيعيش معك الهدف لنأخذ بعض الأمثال اليوم بدي بلش الفعل أي هدف بدي حطه بدي بلش الفعل تحقيق بعدين النتيجة ردة المددرب اخرشي الوصف بشكل مستمر تحقيق ردة المدبرد بشكل مستمر يأما توفير برامج تدريبية عالية الجودة خفض تكلف الإدارية ما عم أحكي على الرأس مالية هون الإدارية فقط الأوباكس وليس الكاباكس طيب شوفوا كيف هالأهداف خفيفة ظريفة العالم كلها ممكن تفهمها بشكل مختلف مضبوط وبالتالي بالتالي أنا اليوم كل يعني HR بتفهمها للتكلفة بطريقة أنه تكلفة التوظيف أنا بالIT تكلفة كل مني بيفهمها لما حطه أنا بشكل واسع ممكن استفيد منها لتكون أهداف استراتيجية مشتركة أنا معظم معظم المشاريع الاستراتيجية العملية التطبيقية اللي عملتها دائما بنصح لكلاينت أنه ما تخلي مستوى الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس يترجم أي أهداف أحياناً ليش؟ لأن نحن بنعرف أنه معظم المدراء لا يحسنو الترجمة بشكل واسع بتلاقيه بترجم يعني إذا بنسقط على الهدف تبع المدير العام بترجمه خمسة بالمية طيب والسنة اللي بعدنا شو بنعمل؟ بدنا نغير الأهداف مجديد وبيكون خمسة تانمية بيصير في لخبطة كتير بقى أنا بفضل وبنصحكم أنه لما تحطوا أي أهداف تكون لكل المستويات كل الشركة مثل شو؟ الأمور مالية تحسين النفقات الرئاسمالية والتشغيلية تعظيم الإيرادات والعوائد تعظيم الإيرادات هذا إن والتحسين النفقات هو الكنترول إن كان بق أوبكس ولا كابكس العملاء توفير الجودة وخدمة العملاء المبتقدين هنا نحكي على طريقة تقدمة الخدمة بشكل يكون عنده جودة عالية طيب هدا ميما بيقدر هلا أكيد الـ HR والـ IT ما بيقدروا يعني يحطوا مؤشرات على رقم ثلاثة مثلا الـ IT ممكن يحطوا على رقم واحد وليس اثنين وليس ثلاثة وليس أربعة لا بأس ما في مشكلة هلا فيه ناس بيقولوا أوكي في عنا نحنا عملاء داخليين وعملاء خارجين أنا ما بنصح أن يكون عنكم اثنين ديفينيشنز من العملاء العملاء دائما هن الخارجين بالنسبة لألي أنا طيب لما نحنا ننزل على أمور العمليات جميع الدوائر والأقسام بده تحط مؤشرات بخمسة ستة هون عم نحكي على الحوكمة براساسيز بوليسيز السياسات عم نحكي على شهة ستة اللي هي تحسين وقت متة العمليات اوتوميشن ديجيتاليزيشن ترانسفرميشن آخر الشيء الموظفين هلا ياما ايام بيقول لك مناجر أنا شؤالي على أبو الموظفين هيدا عند HR أطلاقا انت أصلا السبب الرئيسي لعم الشخص يا أما يدل يا أما يروح المشتركة كمدير وبالتالي استقطاب المواهب القادرة والاحتفاظ بها وتنميتها شو أصعب جزء من هال هدف هذا الاحتفاظ بها وخصوصا ببلدان مثل الإمارات والسعودية اليوم فيه فرص كتير والعالم عم تترك بسرعة يمكن بالبلدان الثانية هالشي ما نموجود رقم 8 تعزيز ثقافة الأداء نحنا اليوم بال الدول العربية في عنا نقص شديد بثقافة الأداء وهذا مصيبة كبيرة على تطبيق الاستراتيجيات مشان هيك نحنا منحط هدف انه كيف نزين الثقافة هذا بيجي مع الوقت بيجي مع كمان المدير الذي يدرك شهي الثقافة إذا انت عندك ثلاثة أربع مستويات إدارة لا يحسنوا وثقافة الأداء عندهم ضعيفة انت شلات الشركة بشكل عام بقى انت بدك تحسن اختيار المدراء اللي هو عندهم ثقافة أداء عالية ثقافة ابتكار عالية ثقافة انضباط عالية لان اذا عندك انت نص المدراء ما عندهم هالشي انسى لا تطبيق ولا استراتيجية ولا نجاحات اطلاقا وللأسف منقول انه معظم الناس اللي جايين وأنا وكد منهم جايين من من الا بيئة الفوضى نحن بلبنان عشنا حرب أهلية 15 سنة لا كان فيه تنظيم لا كان فيه شرطة لا كان فيه اخلقنا بالفوضى وعشنا بالفوضى 15 سنة الخمسة عشر سنة هول انا عنات منهم كل حياتي ومازلت بينما لو كنت انت خلقان بقلب اليابان اول 3 سنين من حياتك ما بيدربوك على اي شي غير الانضباط بالكي جي وان كي جي تو ما فيه اي تعليم للياباني غير الانضباط انضباط المسؤولية المسؤولية حبة الغير طيب بقى اليوم نحن منا فوضوني نحن منا فوضويين لان نحن بدنا نكون هيك لا لما تطلع انه انت معظم اه الاجندة بقلب الميتنج متأخرة اه معظم الميتنج اه عم يتأجل معظم الميتنج اه مين ما بده يحكي بيحكي على اي موضوع بده يهي انت بتدرك انه انت عندك المدراء كله معظمهم فوضويين بالتالي انا لما اشوف هيك بقول صعب انه تنجح استراتيجية هون بهات الثقافية هايلي صعب بقى شفته اديش ثقافته احيانا عفوا انا بفوت بالمواضيع وبتأخر بقى بالنسبي لل السمارت اه اريدي حكي عليها الدكتور قبل اه تكون هي بالانجليزي اه يعني اه سمارت ستاند فور اه سبيسيفيك ماجرابل قابل القياس اه اللاين متوائمة واقعية رياليستيك و تايم بيزد انا اليوم اذا بدي فسركن شو هو السمارت ما بقدر انا اقول سمارت اوبجيكتر ولا سمارت اه اه سمارت كي بي اي ولا سمارت اه مستهدف اللي هو التارجت لا انا بدي اقلكن ياهن بشكل عام كلهم مع بعض يعني المفروض يكون الهدف هو محدد قابل للقياس من قبل مؤشر اللي هو عدد الاصابات التي قدت لوقف العمل رقم اثنين عدد الحالات المرضية على رأس العمل هول شو هول مؤشرات اللي هن مرتبطين ببيئة العمل الامني طيب رقم ثلاثة المستهدفات خمسين من الشهر هون ولا عندك رقم بمتصل بمحدد وقت هلا انا اه عم يجيني اه سؤال من الست رجا ثقافة الاداة كيف اقيسها عندنا كفريك عمل هلا انا بالوابسايت طبعي في عندي شي مجاني بتسأل يعني ميت سؤال ميت سؤال هول اذا انتو بتسألوهم بيطلع عنكن قديش نسبة النضج بقلب المؤسسة طبعكم عربي انجليزي بقى ممكن تروحوا انتو على الوابسايت طبعنا كي بي اي ميجا لابراري ممكن تقدروا اول ما تطلعوا بالهوم بيج اول واحدة في عندك لينك بتفوتي ميت سؤال ياس ار نو اه ممكن انتو تعرفوا اديش نضج عنكن الثقافي بالاداة وبالستراتيجية كذلك لامر اخت اه لاخرجة طيب اه هلأ بالنسبة ل اه اه برجع انا في عنا دكتور اه سأل سؤال مش حوالي الساعتين عم يقول انا في عندي ناس خارجيين بيجوا لعندي ليساعدوني بستراتيجية طيب عادة اكتر الشغل اكتر الشغل بالستراتيجية بيكون اول سنة عم تنفض نفض عم تغير استراتيجية بشكل شبه كامل والاسباب هي بيكون مسائل عاجلة اه مدير جديد التغيير التكنولوجي اليوم artificial intelligence مثلا حدث خارجي مثل كورونا حركات تنفسية بالسوق تكويم التخطيط تتغير واستحواز من قبل شركة وغيره طيب لما هالشي صير نحنا بدنا يعني نغير استراتيجية بشكل اساسي عندك معظم الوعشرات الجديدة معظم الاحداف الجديدة بيتعمل الصوات جمالا هذا اول سنة بده شغل كتير بنجي نحنا كاستشاريين بنحاول نسرع ونسد هالفجوة هايدي اللي هون عفوا اللي هو هيدا هلا اكيد في امفولفمنت بالناس الموجودين ما انه ما في هو سؤال انه مين اللي حضر استراتيجية الجروب اتنين اتنين والجروب الجروب الخارجي والجروب الداخلي مع بعضنا البعض بيتبقوا استراتيجية بشكل الدلة ثلاث سنين هلا مثل ما ملاحظينه بالسنة الثانية والثالثة ما بيكون في شغل كتير معظم المؤشرات بالدلهية زاتها معظم الاهداف وحتى المؤشر عفوا المبادرات بتكون لسا ما خلصت عم تخلص فامام نشوف نحنا في تغييرات كتير بسنة الثانية والثالثة ولكن اول سنة الله يعننا اوكي هلا نروح على ادارة الاستراتيجية انا اليوم صرت بالتلت عفوا بالربع الربع البرزنتيشن انا اليوم في عندي دورة اوكي الدكتور الله يزيل خير فرجناها بطريقة مختلفة بس انا لا هاخدكن جزء بجزء هلا في اربع اجزاء هون اساسية اعداد اللي هو التحليل البيئة وخطة استراتيجية ومن ثم الربط والمواعمل اللي هون ابلشت المشاكل تظهر ااااا بعدين ما تبلش التنفيز تنفيز ومن لكي استراتيجية هون المشاكل الاساسية لسا بتزيد اكتر بكتير لان هون بتضرب ااااا استراتيجية economizer ثقافة الاعداء بتضربها المقاومة بتضربها التغيير ومقاومة كلها الامر هده بتبلش هون الاخر جزء هو ايو مراجعة وتحديث الاستراتيجية متر ما فهمت انه اليوم الخامس بدنا نحن نركز على هالجزاء هذا ما في عنا دكتور بده يتخصص به كيف بدنا نراجع ونحدث الستراتيجية هذا اليوم الخامس هالأسبوع هذا طيب لن ياخد نحن كل جزاء على حدة اليوم هاللي بيبني من الصفر بيضيع عليه الوقت والجهد والمصاري وكتير من هالناس موجودين عنا بالخليج العربي والبلاد العربية بينما الصين واليابان والكوريا الجنوبية انطلقوا من حيث انتهى الآخرين سامسونج كنا نضحك على هوندا هونداي سبقونا كهوندا معظم اليوم التاكسيات بالسعودية هي هونداي وليس هوندا وشوي شوي شوي تطوره ولكن انطلقوا من حيث انتهى الآخرين هذا الي احنا اليوم بدنا نتعلمه قبل ما نعمل اي شي بنطلع على الانترنت بنعمل ريسورش في اليوم ارتفاشل انتليجنز في عنا تشات جي بي تي نوضع الرؤية منحل القدرة التنفسية الخارجية الفجوة بين القيم والقياس الكمي للرؤية هم يسألوني كتير على العرض التقديمي اي نعم انا بعته الريدي للاستاذ عدنان بليز شيرت استاذ عدنان ما في مشكلة اصلاكا مع بعض الفايلات اللي هي العلاقة بسكور كود وغلاء هذا حوالي 13 الفايل اه في عنا ثلاث اه ثلاث جروبات اه في قلب المؤسسة لما يجي المدير الجديد يطلع على باص التغيير اول جروب بيطلع لعنده بيزقف اه بيقول لنا هول لباك جروب لباك بعض منهم منافقين بس معظمهم جنوين وهول بيدلهم بيزقفوا للمدير العام بيعدوا جنبهم ليدعموا ناطرين التغيير اصلاً رقم اثنان معظم الناس اللي طلعوا على الباص وفاتوا بحوادث والمدير القديم ما بيعرف يسوق اصلاً وتعوروا هول عادة ما بيعطوك 100% هول بيكونوا بدنا نشوف هل يا ترى يحسن القيادة وعساسا بنعطيه 100% هلا بنعطيه 20% للمدير العام فهول الاغلبية وهول بيكونوا ناطرين ليشوفوا كيف الوضع رقم اثلاثة الجروب هنه اللي هول مقاومين هول اللي هنه تعبنين صارلوا زمان بيشتغلوا بالشركة عملوا الامور كذا مرة قبل هلا وضجروا وهول عادة بيقاوموا التغيير كمدير عام بنصحكم انه اول شي تركزوا على الجروب نقام الثاني وانا لما قلت تركزوا يعني تعطيهم وقتك والمصاري طبع البجت والجهة طبعك والاجتماعات كل ييتو هيدا تعطيه اول شي للجروب رقم اثنين اللي هول اللي هنه undetermined ما هنه عارفين حالا رقم اثنين بعطي اولوية رقم اثنين لا اول جروب اللي هنه لبيك اخر الشي بعطيه للجروب الثالث اللي هنه مقاومين هول بيستنسفوك هول بيضيعوك هول ما عندن اصلا نية انه يساعدوك بقى شو ما اعطيت بالنهاية اعطيه سلام وهرب هول الناس اللي ما بدك انت تعاد معن لفترة طويلة تقنعن الخريطة الستراتيجية اللي هنحكي عليها بعد شوي المؤشرات والقيم تصنيف المبادرات والتمويل اللي هو الانفاق الاستراتيجي دائما مننصح انه نخلي كزا مليون على جانب للمدير العام هول منقلن ستار تاكس لنن اوباكس ولنن كاباكس لنن رأسمالي ولنن تشغيري هول استراتيجية اكس يعني هول ثلاثة اربع عمليين انا بدي اسرفها ازعي سي الامور بتتطور بالسنة اوكي رقم اتنين ربط ومواعمة الاستراتيجيين هون بتبلش الامور تصعب ليش؟ لله ار عارف كي بده يخطط لعن ما حدا قاله كم موظف بده بتلاقي المواعمة ببلشت تصير صعبة وخصوصا على مستوى الافراد فتنا بالسنة وصرنا بمارش ولهلأ العالم منا خلص الابجكتف تبعونا وحيانا النص السنة خلصت ولسا الافراد ما عندن ابجكتف حالي اطار عامل ادارات ... اطار هدا عادة احنا بننصح انه ي tangled withrael Quality 주고 refreshed بناء القدرات اكيد تواصل هيون بديكن في عنا او آآ تواصل الاستراتيجي لان قلنا العالم وانصرنا وشو المشاكل بناء القدرات ووضع الميزانيين ً المرتبطة باستراتيجية هيدي ربط المواعمة أكيد مع الشركاء الخارجيين كذلك لهم هي رقم اثنين هيدي ربط ومواعمة الاستراتيجية للرواحة رقم ثلاثة هون أمور تصعب على الآخر كنا نحن مثلا نسيطرين على الوضع 20-30 مدير على المستوى الأول ثاني ثالث مجتمعين مع بعضهم مع الاستشاري بطبخ استراتيجي ومن ثم نطلق لما نطلق بجانيوري واحد هون جميع الناس اللي هن موجودين بالشركة انفولت هن اليوم هن الدوليب طبع الاستراتيجية 1000 شخص 10,000 شخص وهي هيدي من أول نهار لآخر نهار يعني عندك 365 يوم وفي مراجعات تشغيلية عشاية شهرية مجرعات استراتيجية ربع سنوية لهذا المستوى الأول والثاني ونوص منصة معلومات تحيك المعتمد لإدارة المعلومات واليوم نحن عايشين بأي ثورة نحن اليوم عايشين بثورة الداتا المعلومات كنا من كام سنين الله يعيننا كل 10 سنين في عنا ثورة أيام زمان كل 100 سنين في ثورة هلأ كل 10 سنين في ثورة من 10 سنين كان في ثورة التليكومينيكيشن الموبايل الايفون طيب قبل منا كان في ثورة هذه بالتسعينات ثورة شو الانترنت الله يعيننا وهكذا كل 10 سنين عنا ثورة ونحن من الناس الإلال بالعالم اللي قبل منا اللي عم نشأ الثورات بشكل مهلك ومتعب جدا اعرف كيف الله يعيننا لأنها عم تتسارع الزمان صدقتها يا رسول الله عندما تتسارع شو الزمن باخر الزمن طيب إدارة مجموعة المبادرات وإعداد التقارير أوكي هلأ بالنسبة لمراكبة الجودة والتدقيق هون نحن ما منفضل الناس اللي نحن ما منفضل أنه الناس بالأداء والاستراتيجيين يلعبوا الشرطة السيئة اللي هو باتكاب هون المفروض يكونوا أدفايزر بيكونوا الناس قريبين من الناس عم يساعدوهم بالنسبة للتدقيق على أنه هل يا ترى عم يغش بالمؤشر والداتا عم يبعط لناها غلط هاي دي بتخصمين التدقيق الداخلي Internal Auditor اللي عالم أصلا بتكره هنا على الحال تاني يعني هون بيدككو عم يدككو كل شيء كمان بيعملوا chapter بال report أنه هل يا ترى الداتا اللي عم تجي للمؤشرات هاي دي شو هاي دي مزبوطة ولا في غش بالموضوع أوكي ممتاز بعدين التقارير والمبادرات هلأ آخر الشي هون بآخر السنة إجمالا ونطلع بيكنا نقللهم اجتماع الياما جاموري يعني هو هذا اجتماع تحت الجبل كنا ناخد هالناس كنادي وياباني نحطهم تحت المطرح ونبلش بقى نطبخ للسنة اللي بعدها نطلع على التاريخ طبع كي بي آي السنة شو عم يصير حولاتنا شو التغييرات بعدين نطلع بيه تغييرات الاستراتيجي أوكي هاي دا بعد التحليل والدراسات والتصحيح والأمور هاي دي بقى هاي دا هي الأجزاء الأربعة بعشر دقائق خلصنا طيب هلأ الفرق الأساسية اللي نحنا بدنا إيها تكون موجودة وخصوصا بالشركات الكبيرة والمتوسطة هنه ثلاثة أول الشيء أكيد المدير العام مع الفريق القيادي لأتخاذ القرارات رعاية ورش العمل وتوفير الموارد إن كانت موارد مالية وبشرية هالإجمالا دائما موجودين ما شاء الله عليهم رقم اثنين فريق الدعم هلأ ما كل المؤسسات في عنده مكتب إدارة استراتيجية مش هاي نحن ما نفضل لليل شخص إذا كان مسلا مؤسسة مئة شخص بدك شخص إذا كان مؤسسة خمسين شخص بدك نصف شخص يكون هذا وظيفته قيادة المشروع الاستراتيجي القياس تطوير الخطة الاجتماعات الدورية الاستراتيجية هو بيدعي لألها اللوجستية بعدين بيطلع التقارير ويحرص إنه العجل يماشي اللي احنا شفتناها ما شوي هلأ الفريق الثالث اللي نحن دائما نوص أنه نهتم فيه والحقيقة معظم الناس ما بتهتم فيه هو فريق القياس هالهن الخبراء هالهن اللي كل كل دبارتمت بتلاقي في عنده واحد ولا اثنين متخصص بالكهرباء متخصص بالمياه هال عندهن القدرة اللي يحطوا معشرات كويسة مستهدافت كويسة بيعرفوا وين يجيبوا مصادر البيانات والمفروض يبعتوها لأنها بشكل دوري وقبل الدادلاين هال إذا كانوا موجودين معنا بالمشروع أمورنا طيبة هال نحن ما عطيناهن قيمتون والأتنشن المفروض أنه نعطيهن يأول أول المشروع هالهن بنتقموا فينا بآخر المشروع بتلاقي استراتيجية معهم تنجح بقلب المؤسسة بدنا ندربهن ندللهن نفرجيهن ليش مهم جدا هالمؤشرات نجتمع معهن وهكذا أوكي طيب مكتب الاستراتيجية الاستراتيجية وإدارة الاستراتيجية هذا مثل الدينامو هذا اللي بيشتغل مع الكل وبيراقب الكل وبيدعم الكل وهذا المفروض يكون عنده جدارات معينة طيب شو اليوم عم يدفعوه بقلب السعودية 140 ألف 100 ألف بالشهر عم ناكي للناس الاستراتيجيين لا تيجي تشتغل بلشنا نحن بالفجن 2030 خمس سنوات والحكومة صار في عندك كتير من الاستراتيجيين ولكن اليوم في عندك كتير من الهولدن كومبني القابضة كمان عم يفتشوا وهل معهم مصاري كتير 100 ألف 150 ألف مساعدين يجيبوا حدا ولكن بدي يكون عنده جدارات شو هني أول شي يكون عنده بزنس نوليج بالصناعة عزات تبعها المؤسسة القدر على التفكير الاستراتيجي هاي ليفل القدر على التواصل الفعال communication top إدارة المشاريع self starter ما بده حدا نقل له شو يعمل القدر على تحديد الاولويات اليوم في عندك اوليات كتير عم تصير انت من 30 أربعين مانجر بده يك تعمله شي بدك تحدد شو الاولويات على السريع بتكون effectiveness فعال كفاءة عالية القدر على العمل الجماعي بيروح الفريق اوكي نعم بالنهي بتعتمد تعتمد عن الناس انت دينامو انت جوكر بتروح هون وهون 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 تعتمد عن الناس ليشتغلوا الشغل ما انت القدر على كسب احترام عضاء الادارة ومن ثم change agent هون اخر الاسبوع هذا في ناس بده يحكي على ادارة التغيير مفروض تكون موجودة هايدي ولا المقاومة بتكون عالية جدا طيب شو هي الخريطة استراتيجية اليوم هيدا من 2014 لما كنت مع ارنس عن يونغ متل ما شايفين هون الرعية هي العنوان وعندك تحت بالهيئة اربعة دوليب شو هنه الاربعة دوليب تركيز على البيع التحتية infrastructure منتجات خدمات سياحية دولاب رقم ثلاثة الاثار والتراث الوطني بدنا نحميهم والاخر شي الاستثمارات والفرص العمل انت اليوم حطيت الاربعة دوليب الاربعة الشغالات بالسيارة مشان توصل على العنوان هلأ بيجي الناس التانين بيبلش بيحطوا شو الاهداف في عنا يوم ست اهداف بتخص الهيئة اللي ما شاء الله صارت وزارة هلأ وزارة السياحة وبيجي المستوى اللي تحت منها بيبلش بيترجم انا ما بحب الترجمة متل ما شفته انا بفضل وخلي العالم الترجم خلال المؤشرات طيب هايدي تامبلت كنا نستعملها للخراويت متل ملاحظين انه التحت من الممكنات منفضل الاهداف تكون موحدة نحنا بدنا كل شي يكون موحد بس انه تكون الاهداف الممكنات موحدة على الجميع اللي هي شو IT HR Finance وهكذا لنعرف هلأ هني لنفوت على مؤشرات كياس الادا هلأ نحنا قطعنا حوالي 40 دقيقة وخدنا بشكل سريع جدا بطاقة الادا هلأ كمان بدنا حوالي نص ساعة على المؤشرات وان شاء الله بعض النص ساعة عادي بتكون انتو خبراء بالمؤشرات اول سؤال بنسأله لماذا لا يفضل الاشخاص مؤشرات كياس الادا بتععد مع الشخص بينفر ما بده يجتمع معك اصلا ليش بتاخد وقته جهد الادا الضعيف بنكشف مش ويقاومك للمكسيمم العكس تماما للناس اللي عندها شو اداء كويس هايدي بنسبة تكون عنده مؤشرات بعض الاشخاص لا يعرفون كيفية استخدام هايدي اسهل وحدي مندرب الناس على المؤشرات مثل اليوم خلصنا وبنعمل شي كتير عفكرة بنعمل تدريب كتير على المؤشرات اذا عنكن اي نيد reach out to me لأن ندرب الاشخاص وبنقدر نعملها اونلاين 200-300-400 شخص مندربهم خلال 3-4 ساعات خلصنا منا راكد ساينس ومنا PHD ولا ماجستير تضع الافراد تحت المسائلة كلكم راع كلكم مسؤول ادارة مؤشرات كياس الاداء مكلفة يعني بتكلف مصاري صوصا اذا شيء له علاقة السنسرز كيمة القياس لماذا عم التقيس انه انا بدي ايجي على الوقت مثلا كانت تستخدم مؤشرات كياس الاداء عادة كوسيلة عقاب هذا الـ Old Style Management انا اليوم منقله انها بالانجليزي Control Freak يعني انا بحب السيطرة هالمؤشرات هول بالنسبة للي ادوات لسيطرة عن الجميع طيب بس انت ما بدك السيطرة بدك انت المؤشرات يدعموك لتاخد قرار فارق كبير فوقت مؤشرات الاداء تعزيز تقبل مسؤولية انا عندي رقم بدي اصله مؤشرات كاسة لتوجه الافراد كمان فينا نشوفها احيانا على اساسي نقص خطر خلال كعلم التحذير وخصوصا بالمؤشرات اللي هي شو ربع سنوية شهرية انا اليوم كل ما يجيني رقم خلال السنة انا اليوم عم اعرف وين انا احمر بدي شد الهمة اصفر شوي جرين ممتاز انا اليوم عالطريق المستقيم المصيبة لما يكون عندك كل مؤشراتك اخر السنة المفاجأة والطامة الكبرى عندما تطوي الصحف وما بتدد تغير شي مشان هيك نحنا منقول خمسين بالمية من مؤشرات المفروض تكون شو على قليلة ربع سنوية عرفتو كيف تقدم زاوية للنظر اذا كانت استراتيجية تعمل بشكل صحيح انت اليوم بنص السنة تكتشف ان استراتيجيتك ما عم تنجح بدك تشتغل ليل النهار لتقدر تتدارك الامور مؤشرات كياس الاداء تعمل كأدوات تحفيز للسلوك المرغوب فيه لعطيكم مثل انها كان عندنا مشكلة بهوندا لان بتعرفوا اليابانيين ما بيبنوا اي مصنع داخل المدن الكبيرة لماذا؟ طيوتا هوندا كلهم ليش؟ لان بدهم الناس من القرى جسديا كواية اخلاقيا احسن وما بدهم هني يروحوا بن عندهم على مطارح تالتي بقى بتلاقي الشخص مداما بلش بالقرية هونيك بيدلوا طول السنة ما بدهم تقول حياته عفوا ما بدهم يروح على مدينة تانية يسكن هونيك ثلاث ساعات اجمالا بيفتحوها ثلاث ساعات ساعتين بقى شو كان يصير كان في عنا كتير يجي ستورم ايس ستورم ناحي جورجيان بي هونيك ايس ستورم سنوستورم بقى كان عنا مشكلة انه طيب اوكي عم نخسر نحن كتير نعني كل دايقة منطلع سيارتان يعني الفان سيارة بالنهار وكل اه عاصفي راحت للشغل كذا الف سيارة ما قدرنا طلع عليهم بقى حطينا مؤشر اه اللي هو اذا انت بتجي وربطناه بكام مكافعة اذا انت كموظف بتجي على الوقت اه خلال اسبوع بيطلع لك ميتان دولار شهر من دوبيل الساني كلها بدون ما تتأخر ولا نهار دوبيل دوبيل ستلاف دولار حلوين رحنا نحن فيكيشن اخر السنين بقى شو صاروا يعملوا السلوكيات طبعا اتغيرت صاروا يطلعوا على شو يطلعوا على الفوركاست اه بدل ما يتروقوا بالبيت يتروقوا بالمصنع اه غيرنا السلوكيات ولكن وفرنا ملايين الدولارات صحيح طيناهم كان مليونان ثلاثة ولكن اربحنا اليوم عشرة عشرين ثلاثين أربعين مليون كل سنة وهذا المؤشرات والباور طبعه توفر اللغة مشتركة في التواصل يعني لما نقول مستهدف يعني تارجت ما منقول هدف الرقم هو منه هدف مستهدى تساعد المدراء على الفهم استراتيجي تركز انتباه الموظفين نحو الأمور الأهم أنا اليوم بيعطيني المدير تابعي كتير أشياء بس لما تحط اللي مؤشر وبيدي أنا تابعه هون بيعطيه أهمية زيادة يستجيب الموظفون إلى ما يتم تطقيقه Auditing وليس ما يتم توقعه بأول السنة مثلا طيب دورة مؤشرات قياس الأداء مثل ما قلنا اختيار المؤشر هو ما بياخد وقت كتير ولكن كتير حساس بنربطه بالمهام الأساسية بالمشاكل الأساسية بالطموحات الأساسية التقرام 2 توثيق المؤشر والموافق عليه كنا أيام زمان خصوصا بالشركات الكبيرة كل مؤشر نحطه بورقة بعدين اكتشفنا أنه منه فعال يشير عندنا ألف ألفين عشر تلاف وركة آخر السنة هذا قبل ما نحنا نفوت على IT System فهلا نحنا نحطهم بالبطاقة كل مؤشر في عنده سطر اسم وصف معادلة ومالك وغيره وغيره جمع وتحليل بلد هيدي مشكلة مصيبة عندنا بالبلاد العربية الـ Deadline ليس بـ Deadline مطاطي يعني مطاطي بتلك أنا بدي الرقم يكون عندي سبعة أيام بعد ما تخلص الشهر ولا الربع سنوي سبعة أيام بيروح للشهر هذي ثلاثة أسابيع وأنا عم أترجعي دخلك وقع في عنا نحنا الانضباط مثل ما قلت للكم نحنا ما زمرنا عاشين بيه شو؟ ولا جينا من آآ جو فوضى وقع بتلاقي هالشخص هذا ما عنده القدرة على يتبع Deadline أوكي مشان هيك تحنا التقارير بتطلع ضعيفة جدا ما في ما في وقت لا لا نحلل ولا نطلع recommendation وترك أو حذف المؤشر آخر الفترة اللي هو عشرة عشرين بالمئة المؤشرات تتغير عادة يعني بالسيكل ذاتها في الناس بيسأله طب أوكي بالنهاية كام معشر أنا بدك يعني بيعتمد يعني إلا أنت عندك ست سبعة أهداف كل هداف عندك شيء ثنين ثلاثة مؤشرات بقى عندك شيء خمسة عشر مؤشر هيك شيء أوكي يعني وبتعتمد يعني مثلا إذا أنت بالتشغيل بالأمور الoperation مؤشراتك زيادة financial زيادة legal ما كتير strategy ما كتير حسب أنت بأي department كبال مرة راحوا شركة عملوا استبيان سألوا التنفيذين سألوهم سؤالين أول السؤال هل يترى الأداء المالي عندك سهل قياسه؟ قال لهم 92% وقالوا كتير سهل الأمور المالية لاش؟ لأن أصلا هني عم يحكوا شو لغة الأرقام وعندهم مؤشرات أصلا بالstatement وبالfinancial تقارير أصلا كلها هي مؤشرات ما عنا مشكلة أبدا معهم وتحديث الدورية يعني عندك تقارير يومية أسبوعية وشهرية ما عندهم مشكلة كفاءة التشغيل اللي هي الoperation كمان كويسة لما تنزل على العملاء بتبلش الأمور تسيء رضا العملاء بنعمله مرة بالسنة بعدين الموظفين لسه أسوأ والابتكار صعب جدا أنه أنت بقى ما كل الأمور عندها نفس السهولة بالقياس والدورية شوفوا هايدي هالسلايد هايدي أهم سلايد بكل اللي حكيته اليوم وأصعب سلايد لأنتوا تطبقوها المؤشر لا يبدأ بفعل وخصوصا زيادة ونقصان هداك الهدف زيادة العملاء خفض التكاليف عمل اللي بدكن يهديك يبلش بفعل ولكن بالمؤشر إطلاقا لا يبدأ بفعل وخصوصا زيادة ونقصان ولكن يبدأ بشو قيمة عدد متوسط مجموع نسبة معدل لأ اللي بدكن يهيه ولكن مفروض يبلش المؤشر بهاك ليش؟ نعم بعدين بيصفي كتير سهل علي حتى الرقم يا أما بتحطوا سيمبلز مثل هول يعني ما تحاولوا تحطوا مؤشرات اللي هيو ثلاث تسطور مثلا مثل هدا مسلا شوفوه المؤشر هو تكلفة إنتاج مجموعة المنتج عريف هدا هو المؤشر الفعلي طيب هون كله زيادة هدا يعني بحط المستهدف جوه وبحط قيمتين وبحط الكيفية اللي هي المبادرات يعني وبحط ليش؟ طيب هول بدنا إياهم ولكن ما باسم المؤشر جنب المؤشر يعني بحط شكل هدا شوفوه بحط اسم المؤشر بعدين بحط معه الرقم بعدين آخر الشيء مبادرة وتعطى بشكل انه يكونوا مترابطين على نفس السطر ولكن ما هم مخلوطين كل هيتهم مثل مخلوطة بنفس الفيلد مرة آدم راح يزور طبيبه تعرفوا بكورونا كل من زاد 30 كيلو الله يعيننا بقى راح عن طبيبه وقال له يعطيني مؤشر حالتي حالي قال له اوكي عندك انت مؤشر تزين كل وزنك آخر الأسبوع هذا شو منقله؟ المؤشر متأخر منقله بالانجليزي لاغين ليش متأخر؟ خلاص طوة الصحف هذا آخر الأسبوع لما يطلع على الميزان ما بيقدر يعمل شيء اطلاقاً ومثل ما شايفين يعني ما قدر خسر كتير وزن ورجع على طبيبه من جديد قال له يا عمي ما اشتغل معي هالدايت يعطيني مؤشران تانين بقى راح عطاه شو مؤشرين يمتغل يمتغل على طبيبه يمتغل على طبيبه الوقت ليهن اثنين عدد دقائق التمرين وعدد السعرات الحرارية يعني انا اليوم صار في عندي مؤشرين عم اتعامل معهم بشكل كل ساعة بقلب النهار كميش عمل التمرين اليوم؟ مشيت ثلاثة دقائية هون وعشرة دقائية هونيك وسبحت شوي صار ونص ساعة الحمد لله ونفس الشي بالنسبة من السعرات الحرارية اذا انت مفودت كل ألفان كالوري ثلاثة الاف صارت انت خلاص ضربت المعادرة وخمسمية منو منو كافي اوكي بقى شوفوا كيف تغير المنظومة كل اياتا هلأ اذا حد نسألني اين احنا بدنا ايهن؟ لادنج ولا لادنج؟ تأخر ولا ما تقدم؟ معشر؟ بدنا اثنين بدنا على القليلة ون اول الطريق وابا اخر الطريق وان اللي هو عم يساعدنا وان وان طيب اختيار مؤشرات الأداء خلاصة الموضوع ما يتم قياسه ومكافأته يتم انجازه وانا المصيبة الكبيرة علينا خصوصا بالحكومة هون كلمة مكافأته نحن اليوم عم ننقيس عم ننجز ولكن للناس اللي عم يشتغلوا زيادة ما من كافؤون وانا ما عم احكي على المكافأة المصاري في شيء اسمه نن فينانشل واللي هي كتير بتتبعوها الياباني بتتبعوها ارامكو وادنوك وكل الشركات البترول بالعالم تعتمد كتير على مكافأة انت عندك مشروع خلصتوا وان بوجت اون تايم فضل هايدي عمرا روح انت واهلك على العمرا هايدي هدية منا شو بيشكي من هالشي بهاندة كان يطلعونا مسلا جيمز وما جيمز وفوتبول جيمز وهاكي جيمز طيب شو بيشكي من هانا انت خلص كافأته هاد الزلمي بدو يرجع المشروع الثاني يرجع يعطيك زيادة بس اذا ما كافأته الاهلك مثلي مثل الغريب مثلي مثل كل الناس طيب شو هن مصادر مؤشرات كياس الأداء معايير الصناعة مثل الأوتل إشغال الغرف ورش العمل القيمة التاريخية والمؤشرات التاريخية أفضل ممارسات اليوم الياباني بيعتمدوا كتير 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 على أماكن الخلل في الإدارة إذا الياباني ما اكتشف مشكلة وحلها ما بيقدر ينام بالليل تصور لا وما بس حلها في عنده شيء اسمه يعني حل جزري اللي احنا نشوفها بعد شوية حل جزري وليس يعني منحطه عليه شوية بكرة بيطلع عنا نفس المشكلة المؤشر هذا لحل ومتابعة هالمشكلة الأساسية اللي عندك إياها مصادر خارجية مواقع الالترونية نحنا صارنا هلا حوالي 14 سنة عندنا هالموقع هذا كي بي اي مجالي بري دات كام في مؤشرات كتير الشركاء ممكن أنت تحط له مؤشر على الأسالي اللي هو اللي هو يعني معه بتحط مؤشر تبعك بتحطه زيته عليه كوقت تسليم ولا جودة ولا اللي بدكي هلا في ناس بتقلنا طب اوكي أنا في عندي كتير مؤشرات شو المعايير والكريتيريا والمواصفات اللي أنا بدي اعتبعها لأختار هالمواصف هالمواصف هن خمسة قولا أن يكون زيت بعد استراتيجي يعني مهم لألك رقم اثنين زيت أهمية عالية في تحقيق المهام أنا عندك أنت مانديت كقسم كشخص رقم ثلاثة بيمكن قياسها بصورة دورية للمؤشرات طيب واجهتنا وشكلة كتير كبيرة بأول ربع من 2017 كنت وقت أنا على البورد لأداء اللي هو مركز مراكبة الرؤية تبع 2030 السعودية وطلب مننا وقتها وليلي لحد أن نطلع أول تقرير 2017 ربع الأول اكتشفنا أنه معظم المؤشرات اللي جتنا من 23 موزارة معظمون شو سنوية بالنهاية طلعنا التقرير جدا جدا سيء ما في شي أصلا تربورد عن مشان هيك نحن نقول إذا بتكونوا تحطوا مؤشرات خمسين بالمئة منمم المفروض يكونوا شو ربع سنوي عفوا ربع سنوي شهري كمان لبعث رقم أربعة يكون سهل الفهم يعني أنا بدي إياه المؤشر أربع خمس كلمات اللي حتشوفوا أنتو لما تنزلوا إن شاء الله اللي حقلكم عليها هلا بعد شوي اللي حتنزلوا الابليكيشن سبتة وثلاثين ألف مؤشر مجاني معظمون أنا رجعت عدد سياغتهم أربع خمس كلمات خلصنا سهل الفهم بشكل أنه ما العالم ما تعرف عشو عم تحكي لما تقلهم أنت اسم المؤشر شو بتقصد؟ زيادة نسبة الفرق بين هايدي وهيدي ضيعت الناس كلها خفض نسبة التطور مدري شو من هون لهون ضيعت الناس كلها لا لا أنا بقول مثلا عدد الشكاوي نسبة وليس خفض وليس زيادة مثلا نسبة الرسوب بالجامعة انتهى الموضوع نسبة الرسوب نسبة النجاح لا شو أنا بدي عقد الأمور ونسبة زيادة نسبة شو هاي ده العالم بتضيع وما بس هيك انت اليوم ممكن انت تعمل خفض بالنسبة وتنزل بالجورة خمسين بالمية لا تطلع منها بدك ثلاثة كورتر والعالم تنسى انه انت اصلا بالجورة أول كورتر اوكي اخر الشي هو تدعم اتخاذ القرار اذا اليوم كل هالمنظومة ما دعمت اتخاذ القرار يعني ما عملنا شيء تدعم اتخاذ القرار على صعيد القسم على صعيد المؤسسة مؤسسة وانا نحن خطوات اعتماد بنطلع بمسودة بنرجع بنجتمع ورشات عمل مناقشات ومن ثم بنعتمد بدقة الأداء المتوازن بما فيها من مؤشرات جدا طيب هال الهدية المجانية اللي حضرتكن اليوم في بقلبها احد عشر الف مؤشر للمنظمات منهم الامور الداخلية للمنظمة الـ HR الـ IT عربي انجليزي ممكن تطلعوا الحين على يرقون تليفون وتحطوا كي بي اي ميجا لابري لح تطلع لكم عربي انجليزي ومن ثم اذا كنتوا بالابل بتكن تكتبوا وليس كي بي اي ميجا لابري كي بي اي اي ارابي بتطلعوا بالعربي هذا التطبيق ما بياخد اي معلومات منكم وصغير كتير عفكرة يعني حوالي 15 ميجا بايت ولا هيك شي ما بدوا واي فاي وممكن انتوا تنزلوا المؤشرات اللي تحبوها بي ممكن تعملوا مع الناس التانين بقى هذا اليوم الحمد لله اكرمنا انه بعد سبع سنوات بدرنا طلعنا بالعربي من سنتين ما في دعم كتير للأسف من الدول العربية كان لقلنا اه اه شكرا استاذ يحيا من اربع خمس سنوات عم تستعملوا جهد ممتاز اه عربي انجليزي وان شاء الله تستمتعوا فيه وانشروا لو سمحتونا ان احنا اه ما مناخد اي فلوس اه ولكن بدنا الاجر يكون كبير وان شاء الله اه دالن على المعروف كفعالي بقى خلينا نتشارك بالاجر و تسبردت للناس اللي ممكن يستعملوا عنكم اوكي اه ما بدك رابط استاذ حمزة انت بس بدك تطلع على التليفون طبعك اكتب كي بي اي ميجي لابري بتطلع لك اول واحد بتنزله مباشرة ما في رابط له ايه اما بتطلع على ال 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 الوابسايت طبعنا في عندك نحنا الكي بي اي وفي الروابط موجودة هناك كمان اذا حابب انت الروابط عبر التليفون عبر البي سي يعني متل ما قتلكم اللي احنا اليوم عايشين بثورة المعلومات الديتا بيج داتا وال كانت داتا هلا اذا احنا بقلب المؤسسة نعلم اننا نعلم يعني اه كل العالم تعرف وين بتجيب المعلومات هذا شي كتير منه احنا المعلومات موجودة وكل العالم عم تستعملها امورنا طيبة ولكن بعض الاحيان نعلم اننا لا نعلم يعني اه اه لا ساميرا هذا مجاني 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 ما فيه فلوس اطلاقها نعلم نعلم اننا لا نعلم طيب شو هادي يعني نعلم اننا لا نعلم يعني في عنا فجوي بالمعلومات داخل داخل المؤسسة في عنا فجوي منجيب استشاري ولا ممكن نشتري المعلومات ولكن من سدها الفجوي منطلق اوكي هادي ما عنا مشكلة فيها كل الناس عنده فجوي انا عندي فجوي انتو عنكم فجوي هلا لا نعلم اننا نعلم يعني هادي مشكلة كبيرة ليش نحن نحن لا ندرك ان لدينا بعض المعلومات يعني في عندك جزء من الناس بس تعرف ان المعلومات موجودة بس معظم الموظفين ما عندن القدرة اللي يجيبها المعلومات داخليا هادي مشكلة كبيرة وشو الحل طبعه؟ الحل طبعه مشروع اسمه knowledge management ادارة المعرفة بيضبطوها بيضبطوها على الانترنت بيعملوها links بالنهاية العالم كله عنده اكسس للمعلومات اسوأ فئة معلومات لا نعلم اننا لا نعلم لا نعلم اننا لا يعني عندك هون انت العالم كله عم تشتغل بـ artificial intelligence وانت اصلا منك عارف معروف انه انت ممكن تستعمله ولا موجودة ولا كذا بعد فترة من الزمن تطلع برات شو السوق تطلع برات الماركت تفلس هذا كتير خطير لدينا فجوة بالمعلومات ولكن لا ندرك ذلك طيب هلا فيه ناس بيسألونا مثلا اوكي وين بدي حط المؤشرات انا فينا نحط المؤشرات لتحسين يا اما زيادة الجودي العمليات التوفير السلامي رضا الموظفين خدمة العملاء استخدام الموارد ممكن وممكن نستعمل مؤشرات لتخفيض ولا تنقيس الوقت والتكلفة الأخطاء المخزونة المساحة المخلفات المجهود وشغلات تانية كمان هادي على ايدنا اليمين اسمها بتكون المؤشرات قطبية إي جي بي وعلى ايدنا اليسار بتكون مؤشرات قطبية نيجاتيف سالبة سالبة طيب هلأ مؤشرات اولا احكينا على اهداف مشتركة خلينا نحكي على المؤشرات قياس الأداء المشتركة في بعض الأحيان انت بتحط مؤشر على جميع الأقصاء على جميع الإدارات ليش؟ نعم بدك تعمل مقارنة معيارية بينتهم فيك تحط مؤشر إذا الشغلات الأتمتي للعملات الأساسية عندك فيك تحطها على الكل معادلة متل ما شايفين متل الماث حتى نطلع بنسبة نحنا بدنا مقام وآآ يعني بسط ومقام ومن ثم نضرب 100 مشان نطلع % إجمالي عدد الخدمات المؤتمتة على إجمالي عدد الخدمات المخطط أتمتتها وهيكي بيطلع نحنا نسبة الأتمتي من عما مع جميع المؤسسات والعفوان الأقسام عدد الملاحظات المفتوحة لتقرير المراجعة ومعادلة كتير أنا بحب زيدوا هذا ليش؟ نعني هيكي مندعم الانترنال اودت بدل ما يترجى الانترنال اودت للعالم حتى ينتبهولو وهيك لا هيك نحنا منخلي العالم كلياتها تترجى المراجعة الداخلية وبهالمؤشر هذا يعني بينفتحوا أنه هني في عندهم كتير ملاحظات إن كان مايجر ولا ماينر أساسية ولا جانبية ما أنا مغلقة بالوقت المزبوط رقم ثلاثة إذا فيه مشاريع كتير منحط نسبة المشاريع المتأخرة إذا كان كمان متوسط رد الموظفين منحطه على الجميع شو هي مؤشرات كياس الأداء الجيدي متفق عليها من المدير والجميع تخلق معنا على جميع المسامات المثلا السعوة دي التوطين منبثقة من الأهداف التنظيمية في مواعمة بياناتهم أكيد تستند إلى بيانات دقيقة شوفوا المنظومة كلها تبعا المؤشرات تعتمد على الدقة كل ما كانت الثقافي دقيقة كل ما كان المؤشرات والبطاقة الأداء والاستراتيجية ناجحة في ناس سبحان الله ما منهم دقيقين بشغلهم الدقنا لا الدقة لا تعنيهم وهذا مشكل كبير الحقيقة عنها تكون اتجاها مع مرور الوقت وخصوصا المؤشرات اللي بتدله معك حوالي 3-4 سنوات اوكي انا بصافي بقدر اعرف كيف هالبهيفير بالسلوك طبعا المؤشر عبر الزمن منقلها ترند ترند أوفر تايم يعني بكورونا نزلت وشغلة طالت طلعت سهلة الفهم ضروري جدا أن تكون سهلة الفهم المؤشر وتوفر السياق بالشركة تقود إلى الانتاجية يعني اليوم أكثر تكلفة عنكم بشركات شو؟ معاشات أهم مؤشر بالانتاجية هو شو؟ نسبة اشغال الموظفين هذا المفروض يكون دائما معكم نسبة اشغال الموظفين كيف بدر انا اطلعوا نسبة اشغال الموظفين؟ كتير سهل كتير سهل كل شخص في عنده ألفين ساعة بالسنة صح؟ وعنده مخرجات وكل مخرج مثلا ممكن انا اقول هذا مخرج بده ثلاث ساعات ثلاث ساعات انا عندي مئة مخرج يعني انا اشتغلت ثلاث مئة ساعة بس عندي ألفين شو الاشغال طبعي؟ 11% ولا اسهل من هيك بدك ثلاث شغلات بدك شو المخرجات طبعه؟ اديش المخرج بكلف من الوقت؟ وبس قريدي الألفين معروفة خلصت اليوم في عندنا نسبة اشغال موظفين 10-20-30% جماعة الخير التليفون هذا ما بعرف زي الكاميرا أنتوا واضحة قديمكن الكاليفون هذا تسبب انه انتجية الموظفين تنزيل للنص يعني اربع ساعات من وقت الموظف قاعد وين على التليفون تبعه؟ بالشركات الصينية ممنوع ممنوع اطلاقا أن اتفوت الموبايل معك على الشغل نص الأنتجية راحت يا جماعة الخير مصيبي علينا كلها وأنا مزنب هذا ما بقدر يعيش بدونه بس أنا عندي شركة خاصة يعني على عين اللي عنده موظفين هم يشتغلوا بشكل مثل تصنية ولا كذا أوكي التمرير الرقم الثلاثي هون بدنا نقلكون شو بعض الأسماء معشرات الغير جيدة يعني هالأياليات اتطلعوا لمدة دقيقة لمدة دقيقة بس اتطلعوا بهالمؤشرات هون نصهم عنا خمس معشرات أسماءهم غير جيدة أوكي مين بيقدري إلي الحين شو هون المؤشرات الغير جيدين نعم ما معنا وقت أنا بدي روح على السريع شوفوا مثلا الرقم الثلاثي هادا مايل ستون معلم هادا نقطة بالزمن منه مؤشر الرقم سبعة خدنة عالية الجودة طيب أوكي بتضبط اختفاط مين؟ خدمة عالية الجودة أنا هادا كي بدي أحط علي رقم؟ وتمينة كذلك الأمر المنتجات المعيبة والمرتجة أنا مفضل استعمل حرف واو داخل اسم المؤشر واو 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 ضاعت الناس واو او 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 واو او او شو هو الفرق بين الميزاني والمصروف الـ رقم عشرة في عندك مشكلتين متل ما اتفقنا ممنوع انه تحط انت فعل داخل اسم المؤشر وخصوصا زيادة ونقصان هي رقم واحد رقم اتنين ما المفروض كمان نحط المستهدف داخل اسم المؤشر متل العشرين بالمية هون أنا كل ما بدي اوصل العشرين بدي بدي اغير اسم المؤشر ليش؟ هذا بينحط بالمستهدف جانب اسم المؤشر طيب هلأ بالنسبة للمؤشرات في عندنا نمازج كتير احسنن واوضحن هو الارقام المطلقة عدد الطلاب عدد الشكاوى رقم اتنين النسبة المئوية اللي هو عندك رقمين مشكلته النسبة المقوية لانه رقمين ما بتعرف ايني عم يتغير متل التوطين مثلا انا بدي لزيد نسبة التوطين بدون زيادة ولا مواطن بروح بطلع الغير مواطنين بيرتفع نسبة المواهمة صح التوطين انا بدي عارف شو عم يصير جوه التقييم والتصنيف التقييم متل المدارس التصنيف متل القتلات واليوم عم نشوفه ما بس قتلات كلناكس ومستشفيات كله عم يتصنفوا من قبل الحكومة اصلا جداول اللي هو هدي بنقل له كمان المؤشرات المركبة يعني في كذا مؤشر داخل المؤشر ما بحب استعملونا كتير داخل المؤسسة ياهول على فكرة المعدل اللي هو اسمه ريتشيو بالانجليزي اللي هو ابن عم نسبة نسبة المؤوية ابن عم يعني كمان عنده رقمين ولكن جم بعضنا البعض وليس فوق بعضنا البعض متل شو كام طالب لكل معلم واحد كام مريض لكل طبيب ولا لكل ممرضة عرفتو كير؟ هيك وانا بقدر اعرف انه ولا بالرياض عربعين بكل صف في عربعين شخص بس بسكاكا في عشرين لكوالتي بالإدوكيشن أحسن برات الرياض اوكي اه انواع مؤشرات الأداء في عنا 16 16 هني أشهر انواع مؤشرات الأداء بيجوا ب اه مزدوجين يعني قبل هلا ان طلب مني من اه واحدة اسمها اه performance magazine بأوروبا بتطلع انه اربط انا الندوج مع انواع المؤشرات اكثر ندوجا بيكون عائدنا اليسار المؤشر يعني عم احكي هون الندج تبع المؤسسة وليس المؤشر اوكي اه طيب اول اه اللي هو المتأخرة والمتقدمة هول نحن عرفنا هون هيدا متأخرة اخر السنة طويت الصحف والمتقدمة متل ما شفنا بالمثل تبع المثل تبع اه مين اه طبيبه ل اه ادم العالم بتبلش والمؤسسات بتبلش بستراتيجية اه ولكن مع الوقت بتنزل على المستوى الثاني والثالث والرابع بتبلش بقى المؤشرات تكون كل المستويات بيبلشوا الناس والمؤسسات بالفعالية يعني انا بدي اعمل خمسين فيلا انا بدي اه اه ابني عشرين اه سيارة ولكن مع الوقت بتبع يتجروا بيصفوا لا انا بدي كفاءة كفاءة تخص الموارد الوقت الجهد اه المصاري كفاءة هيده كيف تكلفني الثالسيارة كيف تكلفني الفلا النوعية والكمية النوعية هي استبيانات ولكن لا بدنا نحن نبلش نروح على أكثر على المعشرات الكمية اللي هي فيه precision أكثر قصيرة الأجل بعدين منكتشف أنه لا بدنا نحن نمد هالمعشر نشوف وبدنا نعمل السنة اللي بعدها واللي بعدها المالية اللي هي كانت هي الطاغية ولكن اليوم لا فيه عندك معشرات كتير غير مالية موظفين ومعشرات إجراءات القائمة على مشروع تنتهي مع المشروع أصلا والقائمة على المهام اللي هي ممكن تدلى معك خمس ست سنوات كمان المؤشرات المدخل مثل مثلا عندك أنت مصنع جبني بتقيس قديش الحليب كاملتر وبتقيس الجبني آخر شي مشان تعرف قديش كان نكبل حليب بقلب الـ process يعني أوكي هلا نحن عادة أنا بفوت بكل الأنواع بتفاصيله ولكن ما عندي كتير وقت اليوم بدي حاول قد ما بقدر اسرع بالأنواع ما تأخذوني يعني بس إجمالا مؤشرات المتقدمة هي السلوكيات والأنشطة الإجراءات اللي هي داخل الـ process الساعات المستغرقة مع العميل مثلا مؤشرات الأداء المتأخرة هي آخر شي يا بتحتفظ بالعمل يا ما بتحتزه أمثلة على التشغيلية والتشتراتيجية الأداء التشغيلية عدد السياسات المالية الجديدة بينما التشتراتيجية اديش من الأسواق الجديدة أنا فلت على عشر الأسواق الجديدة هذه عبر الوقت بالدوقت يعني الكفاءة التكلفة عدد الموظفين وهذا داخل الـ process مثل ما شايفوا السهم هون داخل الـ process آخر شي منحط الفعالية بالنهاية الموضوع اديش عدد الشكاوي اديش مسمة الإنجاز آخر شي النوعية والكمية النوعية استبيانات مستوى كذا حضور كذا جودة كذا كل هذا بدي استبيانات وتقدير يعني ولكن معشرات الأداء الكمية لا هذا precision هذا بالضبط عدد حصة نسبة اديش كم سنتيمتر قصيرة الأجل هي عدد العملاء الجديد في مدينة معينة بينما طويلة الأجل هنلا عمول اديش الكور بيزنس اديش وحدات أعمال جديدة منتجات جديدة على المدى الطويل عم فكر مالية اللي فيه بقلبها ريال ودولار وازا ملعيتم بالدولار بتقيهم بالمعادلة وكل الأمور التانية هي غير مالية طيب مؤشرات الارتباط بالأعمال نسبة حصة السوق سيارات رضا عملاء كل هذا مرتبط إنما بالمشروع عشرهم هنه اتنان نسبة إنجاز المشروع وقداش التكلفة ولا الفرق بالميزانية أكتر شيء هنه نستعمل بالنسبة لمشاريع من قبل النظرة الإدارية أكيد الإنجينير عندهم مؤشراتهم تانين يعني أكيد آخر الشيء هو مدخلات مجموعة المواد المشترات وآخر الشيء مجموعة المشترات المنتجة منتجات المنتجة هذا أول البروست هذا آخره وهيك نحن شفنا اليوم جميع أنواع المؤشرات بشكل سريع ما تأخذوني على السرعة بس أنا بطل عندي وقت كتير ومتأخر شوي طيب هلأ هيدا النموذج اللي قلت لكم عليه اللي أنا مفضل استعمله فقط يمكن على صعيد الـ CO بحطوا أنا على عشر مؤشرات للـ CO بينما مؤشرات بحط الوزن خطة الأساس مصدر البيانات المعادلة ووصف المؤشر كل هالأمور هدي بحطها أوكي ولكن بالنسبة ل البطاقة الأداء كل مؤشر سطر واحد هيدا اللي أنا بحبه بنصحكم فيه أوكي هلأ لن نحكي على المستهدفات اللي هن كتير المدراء بحطوا بحبوا يكونوا 100% طيب أنا ما عندي استعمل 100% بس في أحيان ما بقدر استعمل مثل الدقة مثلا جل ما اللي يخطأ يا أخي أنا مجرد ما أخطأت خطأت صب دلات بالأصفر تلو السنة ولا رد العملاء يعني ما بيرضي العباد غير شو رب العباد يعني كيف بدك يني أرضي العباد العملاء 100% صعب وهون بدكن تنتبهوا أنه بصير فيه إحباط مثالي هو هالشغلة يعني احتمال عدم بتاع تحيقه وبعدها بده موارد لا نهائية يعني تصور أنه بدك تكون من كل العملاء مواردين 100% بدك تعمل لهم أكتر ما الفي آي بي وبدو يطلع لك واحد كمان من ورديها أسليب تحديد المستهدفات عنا خمس طرق وهال بيكون تحفيز عالي منافسة مرتفع ثقافة التنافس التمكين التركيز الابتكار كل هاي دي نحن منفضل أنه نستعمل هالأسليب مقارنة بين الشركات بين الفروع توقعات العملاء الفي آي بي 90% الانتاجية منقل له أنت عندك العشر تلاف مكالمة بدك تخلصهم بالسنة يا أما التكلفة الاقتصادية لكل مكالمة ستة دولار كيف نحصل عليها هاي دي نحصل عليها أنه منقسم الميزانية على عدد المكالمات بيطلعنا قداش تكلفة كل مكالمة طيب هول تحفيز عالي ولكن بالحكومة خصوصا في بعض المستهدفات وأساليبها منخفضة يعني بيروكراطية أوامر حوافز منا موجودة محددة سابقا هاي دي إجمالا بنقول شو اللي عملت السنة الماضية زيد عليها خمسة بالمئة السنة ما بيكون عندك نظر الشيء لشو عمصير بالماركت تقليل التكلفة كل سنة نزلها شوي تعطيه موارد يعني مثلا عشرين شخص ولا اتنين عشرين ظبت حالك يا أما ميزانية عشرين مليون كمان ظبت حالك استفل أنت منك شو تعمل فيهم بقى ما ما في هالأساليب مثل ما فوق مثلا كلها تنافسية مثلا أوكي وأنا هايدي مثل تاني على السلوكيات أنه لما مايسترو بيتزا بالسعودية ولا دومينوس بيتزا بأماركا بالتسعينات راحوا قالوا يا عمي بدنا نحن ثلاثين دقيقة لتدليفر البيتزا هلأ هن مبيعات المبيعات زادت ولكن كتير في سايد افكت يعني مثل الدواء الدواء لما تاخدوا أقل شي بيدرب الكلاوي طبعا أقل أقل شي ززت منه كتير يعني وعندك ستين ألف شغلات جانبية نفس الشي المؤشرات أنت اليوم صار عندك حوادث صار عندك سرعة صار عندك ناس بالمحكمة عليك سلامة الطريق جودة البزية تراجعت على السريع السريع بقى اليوم بدنا ننتبه يعني نحن منحط مؤشر نيتنا كويسة ولكن في سايد افكت بتخربت شغلات تانية بدنا ننتبه على الشغلة أكيد لما بدنا نحدد مستهداف بدنا نطلع على التاريخ البازلاين بدنا نشوف شو المستهدافات الحالية بدنا نقارنها مع الصناعة مع الفروع التانية وبدنا كمان ننتبه للقوينين واللوائح مثلا في أحيانا ما فيك تركز مع الشراكة على السرعة لأن هذا ضد أمور البيئة والسلامة أنا اليوم أولويتي سلامة وليس أنه سرعة عرفت كيف بقى بدنا ننتبه على الأمور وفي عندنا لغز بالمستهدفات يعني في عندنا أربع أنواع من طرق أنه نحط المستهدفات يا أما بتبعط لهم يهب الإيميل كمدير وهذا شيء ما نمنح بتكون مرتفعة جدا وشبه مستحيلي بصير فيه إحباط رقم اثنين بتكون المستهدفات منخفضة أنا بدي ساعد هالشخص بحبه بتروح بتحط له مستهدفات سهلة ومعشرات سهلة يا أما بتروح مثل ما قلت لكم مفروضة هادي هيدا هيدا الإيميل هون عفوا وآخر الشيء مناقشة مع المعنيين بالأمر هيدا اللي نحن منحبه خد وقتك للموظف قلو السنة الماضية عملت هيك شو السنة شو برأيك نعمل ممكن يطلع لك شغلات أنت ما تفكر فيها أطلاقها ممكن يعمل لك دبل بلش عم يستعمل artificial intelligence أنا بل عمل لك هون دبل هتقول لا طيب بعض الأحيانة بيجي المدير جديد بيقل لك بدي سير الأكبر والأكثر والتعرف هون الرؤية اللي هني هون طموحين جدا وبقل لك أنا التوقعات ما بدي يكونوا هن الأساس بدي بدي أرغب بشي أحسن من هيك الفرق بين المرغوب والمتوقع هو الفجوة والفجوة هي جوهر وضع استراتيجي بيجي هالمدير بيقل لك أنا خلال خمس سنوات بدي ضاعف القيمة السوقية كانت مليارين ستصير أربع مليار خمس سنوات بالتالي بيروح بيجتمع مع كل المدراء تبعه سلايس ان دايس يعني بيروح بيسلم هالمليارين سبعمية وخمسين لمدير تحسين تكلفات الهيكلية ميتانو خمسين للأصول مبيعات داخلية مبيعات جديدة وقديمة خمسمية خمسمية خلصنا هؤل المؤشرات منقل لهم aggregation aggregation يعني من تطلع الأرقام وبالنهاية بيعملها جمع عند المدير العام هؤل يمكن خمسة عشرة بالمئة من المؤشرات هاللي هني نفس اليونت نفس اسم المؤشر على صعيد جميع المستويات مجموعة الإرادات مجموعة الربح الشكاوي وهكذا أوكي طيب لنحكي شوي على قضبية المؤشر مثل ما قدتلكم قبل إذا لاحظتم في كتير من المؤشرات قضبية إيجابية يعني نقول 80% أكثر هو أفضل إنتاج إرادات عملاء كل هول كلمة زيدة وكل ما أحسن يعني قضبية هي موجبة مثال عدد الخرجين بينما على إيدنا اليسار مؤشرات قياس الأداء السالبي اللي هي أقل هو أفضل نسبة التسر بالمدرسة ولا بالجامعة بيفوت الطلاب بعد سنة سنتين ما بيكفي علم وبيحمل حال وبيطلع هدا شي كتير سيئة للي طيب أنا هون كيف المعادلة اللي بدي استعملها مشان أعمل كالكوليشن لنتيجة المؤشر أنا صار عندي رقمين فعلي شو ما كان الوحدي يعني ما بيأثر أنا في عندي رقم فعلي ورقم مستهدف بمؤشرات قياس الأداء الموجبة بقصهم الفعلي على المستهدف بهالحالة هذه عدد الخرجين المستهدف 10,000 أنا تخرج من عندي 8,000 يعني إديش النتيجة آخر السنة 80% ماشي منيه أصفر بينما العكس تماما بالنسبة التسرب كان المفروض المستهدف 10% تتسرب ويطلعوا بره يعني ولكن الفعلي 8% فقط أنا لما قسم المستهدف هون على الفعلي بيطلع نتيجة المؤشر 125 فوق التوقعات ممتاز شوفوا أنا كيف هون قدرت تقارن هلأ بين معشرين معشر قطبية سالب وموجب حطيتم مع بعض ستقارن مع بعض مع بعض مثل ما شايفين هون اتجاه العداء الموجب أكثر هو أفضل وأقل أفضل للسالب وبيتغير الكلر أكيد الأصحر بيدل بالنص بس بنعمل فليب بين الأحمر والأخضر من سهل القطبية ولكن مثلا أمثلة تانية على السالبة عدد الشكاوى عدد الحوادث وهكذا هرفتوا كيف يعني هذا أقل وأفضل طيب بالنسبة لل ثرشهود والألوان أنا فضل ما أستعمل لون رابع حيانا بيقلك أنا بدي أزرق لا أخضر أصفر أحمر وبالأخضر أنا عندي رقم صح ممكن يكون مية 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 وخمسين بقى هو أنا بقدر أعرف كيف الأداء بالرقم وبالcolor ما بعتمد بس على الcolor في عندي رقم كمين بعد ما عملنا صمنا هيدا هيدا بيطلع لنا رقم صح طيب وفضل يكون هالحدود بين الأخضر والأصفر والأحمر اللي هو مية تسعة وتسعين تسعة وسبعين هو الحدود لجميع المؤشرات وليس بيتغير من مؤشر لمؤشر موحد موحدين على صعيد جميع المؤشرات طيب لن نحكي شوي هلا خلصنا المؤشرات فضل حوالي يعني أقل من نصاعة ولن نحكي شوي على المواعمة العمودية والأفقية أكيد لما تشوفوا أنتو الجيش ماشي بشكل موحد بنفس الاتجاه هذا شيء رأيها مواعمة مثالية بس صعب جدا أنه تصل لها شيء داخل المؤسسة هي بيكون عنا أصلاً ما فيش تراتيجية بيكون في فوضى معظم الأحيان من الزبونات اللي أنا اشتغلت لهم إجمالاً بتكون قيادة منعزلة بي عندك المستوى الأول ثاني ثالث مدير العام مستعنسين مع بعضهم ولكن لما تجي على الموظفين ورئيس الأسماء ما عندهم فكرة شو عم بيصير وأكيد ما بدك تكون أنت استراتيجية خاطئة مثل نوكيا وبلاك بيري وكوداك المدير العام ماشي والعالم كله ماشي حتى فيته بالحيات أفلس شبه أفلس هلأ المؤمسة ما يكون الفريق الأول هن الVPs ما لن فريقا حقيقيا في حرب بيري ده بينتهم وهي ده بدينت النهائي لأن بعد فترة من الوقت نص الناس بيكون ضد نص الناس بالشركة وعندي حرب بيري ده عندي بالشركة رقم اثنين المد المانجمنت بيكونوا عقبة أمام التغيير ما بدون يغيروا والمفتاح بييدون الكثير من المنافسة بين الموظفين يعني اليوم بتعرفوا أحسن طريقة للواحد يتركها هو برات المؤسسة وليس داخل المؤسسة أنا اليوم 90% من الناس بيتركوا بداخل أنا ليش حتى عزب حاليا خصم بالحكومة يعني عشو بقى نفس أصلا طيب في عنا ثلاثة أنواع من المؤامة أول شيء وياللين البزنس يونت وحدات الأعمال مع بعضهم البعض ومن ثم من وائم معهم وحدات الدعم HR IT وإخر الشيء من وائم الأمفلويز هول بي ديسمبر إجمالا طيب بالنسبة للإطار التخطيط اللي نحن نتبعه بالحكومة هون مثلا هذا الإطار اللي استعملنا بـ Vision 2030 تبع السعودية في عنا تبع وزارة عم نحكي 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 سياسات مؤشرات أهداف رؤية مهمة من مشاهدة لما ننزل ع تحت يكون في عنا أهداف وأهداف هلا أنا مثل ما قلت لكم أنه في فضل يكون كل هالأهداف هو الموحدين ما خليهم يترجمون أنا هني مترجمين سيئين جدا عادة من المدرأ خليهم يحطوا مؤشراتهم مختلفين عن بعضهم البعض بهالطريقة هادي وهذا هو الإطار العلاقة واضحة بين كل أجزاء استراتيجية أوكي هيك نحنا كيف منوصل الوزرات الوزرات مع رؤية 2020 معظم الرؤية اليوم في عندهم ثلاث أجزاء وثلاث أبعاد البعد الاجتماعي البعد الاقتصادي والبعد التنمية المؤسسية الإدارية رؤية مسلا السعودية في البعد البيئي كمان البسيط هو بس إجمالا معظم الدول في عندها ثلاث أبعاد طب كيف بدنا نحنا نوصل الأربع مناظير بالداخلية تبع الوزارة اللي هنا عم يستعملوا البطاقة المتواجنة بدنا نشبكهم مع الأبعاد ولا أسهل من هيك إذا كنت بالتعليم الاقتصاد وزارة الاقتصاد بتروح بتعمل بتحط كل الأهداف اللي هي موجودة تحت التنمية الاقتصادية وهكذا وثلاثة التحتينية هالي كل لقيتهم إن كان مالي ووظفين وعملية ده هاي كلهم يختصوا بـ الوزارات المؤسسية داخليا هايدي طيب هايدي مثل كيف الترابط بالمؤشرات بتكون هايدي مدرسة مثلا لوزارة كمان وزارة التعليم بتبلش أنت بال ينو مشاريع ومنسمة بتروح زيارات ومنسمة آخر الشيء بتقول إديش المتزمة باللواح والقوانين تفتيش هاي كل هاتم مرتبطين ببعض البعض طيب كمان بدك أنت تحص عفوا تح تحرص أن يكون في مواءمة خارجية مع وزارة العمل وزارة المالية نعني أنت هو اللي بتعتمد عليهم لإنجاح استراتيجيتك وبالتالي بدك تكون دائما متواصل معهم داخل المؤسسة خصوصا لأنه المؤسسة صغيرة هاي دي في أحيانا بيطرحوا لي أسئلة طيب أوكي قديش بدهم ليطبقوا البطاقة الأداء بمستوية الثلاثة ولا السنين تقريبا ثلاثة شهر شهرين أول شي بنعمل المنظمة بنحط البطاقة طبعا ومن ثم بنحط وحدات الأعمال بعد ما نجرب تجربة بوحدة أعمال وحدة وآخر الشي آخر الشي بنعمل الـ IT والـ HR بعد شو بعد ما يكون معروف وين الوحدة الأعمال بدي تروح أكثر من الأخطاء بتصير أنه لما تقول الـ HR والـ IT والوحدة الأعمال الأساسية رحوا خططوا والديدلاين هو واحد على الكل ما بيصير أنا اليوم كـ HR وIT ما بقدر ما بقدر خطط بدون وحدات الأعمال كلهم يخلصوا بالتالي أنا بدي two deadlines إذا نحن ما عم نستعمل الـ System هلا اللي هفرجيكم System على السري خمسة دقائية إذا ما عم نستعمل الـ System الله يعين كم بدي يكون في Excel sheet و version وبعت ليها بالإيميل و أي version من فضل أكيد يكون في اليوم System اللي هعطيكم أنا مثل بعد شوي أساليب وأنماط المؤامة بالنسبة الأهداف يكون هدف زياد مطابق هو ذاته يكون مساهم اللي نحاول نبتعد عليه هذا بدنا نلغي يكون جديد إذا كان فيه مثلا عندك قابضة قابضة بدي يكون عندك أوتل ومول بدي يكون فيه عنده أهداف لحال ونفس شي بالنسبة للمؤشرات يا مطابق مثل رضا الموظفين هذا على كل مطابق يا أما مساهم يعني إذا أنت ما بدك تقول مستوى رضا الموظفين فيك تقول مستوى مثلا المكافئات بالنهاية بده ينعكس على الرضا أنت عم تساهم فيه يا أما جديد إذا كان عندك أنت قابضة مثلا أوتل غير مول غير بانك إن ثلاثة أنماط في عنا المنظم القابضة اللي هو مثل ما قد لكم يعني عند بيزنسز مختلفين تماما عن بعض ونبعض هيدا على فكرة ما سهل إطلاقهم إنه نحن نوائمة وعادة من نوائمهم بالأمور الفينانشل أكتر شي ريتان عن باسمنت ما مفض بالتفاصيل طبعا كتير سكنت أنا استراتيجي طبعا القابضة ولكن إذا كنت أنا بالأوبريتنج كومباني مكدونالد البيك شي مماثل مثلا هوليدي إن هول إجمالا البطاقة طبعا شبه مطابقة يمكن المستهدافات مختلفة ولكن المؤشرات والأهداف مطابقة بكل مكدونالد بالعالم ولا بكل شركات عند فروة بكل أنحاء المملكة ولا بنوكة مثلا بنك البلاد عنده 20-30 فرع إجمالنا البطاقة طبعا رئيس البنك هي ذاتة طبعا الكل هيدا كتير الواحد بيكون مبسوط اللي عم يشتغل بستراتيجي نعم بيقدر يعمل مقارنة معيارية سهل التطبيق وأسرع بكتير بالمونترينج طيب وباللينكت هي لهيك ولهيك يعني مثل general electric مثلا بأفريقيا medical electric غير الفرع اللي بقلب ألمانيا هديك تصنيع بينما بأفريقيا مبيعات MRI system مكينة الإشعاعات مثلا أوكي وهون إذا نحن بدنا نربط مع بعض البعض يعني شوفوا هون إذا أنا كنت عم أعمل استراتيجي لتاتا اللي هو كلهم holding company قابضة هل ما بدي يكون في عندي الكنترول عليهم كثير passive يعني داعم أمور مالية بس إذا كنت أنا بالأمور الoperating لأ بدي يكون عندي خيوط كل البطاقة والشرات كلها عندي أنا المقارنة عندي أوكي بقى وعندك بدنص إن linked أوكي أصعب الشي لنواء من موظفين بقى في عندنا هالجاب هايدي إجمالا ما بيحب أصلا يحكم مع بعضهم بتلاقي إخديه موقف من بعضهم البعض ناس اللي بال HR ما بيحبوا يحكم مع الناس اللي هن بال performance of the institution يعني المؤسسية يعني مؤشرات المؤسسية هي خصوصيا بالمكتب الاستراتيجي بقى لا بيحكم مع بعضهم عندهم نمجج مختلفة مصطلحات مختلفة سيستم مختلفين وحتى بتلاقي البلان تابعهم مختلف بال deadline وكذا كذا بقى إن شاء الله المشاركات استاذ حمزة بعد شي ربع ساعة بعد شي ربع ساعة إن شاء الله بنحكي قد ما بتكون أنا موجود سهرة ومعكن اليوم بقى بطاقة الأداء هون بده توافق كتير بين HR والمكتب التنفيذي يعني الاستراتيجي بدي يكون فيه باجتماعات دورية لتوحيد المصطلحات النماذج deadline كل هالأمور وعادة في عنا جزئين من بطاقة الأداء الموظفين جزء له على أهداف وجزء تين الكفاءات أوكي اللي هي الكفاءات يعني فيك تحط على فكرة أنت بالنسبة لأول جزء اللي هو هذا الأهداف هاي دي ممكن تشوف كيف بتحط مؤشرات على صعيد الفرد بما يتناسب مع أربع المناظير مالي تكلف الإجمالية لخفض وقت التوقف عم نحكي عم الجغال إلي هون العمين نسبة نكت العوين متوسطة وقت الإنجاز صياني وإخر الشيء تعلم النمو هو الشهادة حتى تستعمل إنت آآ 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 مثل ما شايفين يعني حتى المناظير منادر نطبقها على الصعيد الفردي ليش لأ مشو بيمنع نان كل واحد من الموظفين عنده تأثير مالي لو صغير على فكرة لو هذا اللي عم يمسح آآ عم يمسح الأرض آخر النهار يا بيقدر يطف ضاوية ما يقدر ما بيطفي بين هذا وهذا عندك ألفين دولار بالشهر بالنسبة للمكونات عفوا بالنسبة للمعرفة المهارات القيام المعرفة هي دراسة تدريب خلصنا المهارة لما تعمل أنت الشهر كذا مرة كل ما عملتها زيادة كل ما بصير ماهر فيها هده بيجي مع الوقت بيجي مع الإكسپيريينس طيب القيام السولوكية هده بتجي من البيت سبعين بالمية وثلاثين بالمية بتتغير مع الزمن يا بتروح بالاتجاه السيء يا بتكون عندك أنت مدير كويس ومحيط كويس بصير أنت كويس أكثر أنت هالثلاثين بتعتمد على المحيط طبعك رفاء السوق مثلا ما بدك أنت تشتغل على القيام طبع أبنك يروح مع رفاق السوق بتتغير مع الوقت طيب إذا أنا كنت بماكدونالد ولا بهوندا شو بدي يركز على القيام الياباني لما يروح يجيبوا الناس ليفوتوا أول مرة ما بيهمهم المعرفة ولا المهارات يعني أنا كان عندي مديرين تنين مدير مارك وفرانك نينيتون ما عندهم هاي سكول واحد منهم صار بزنس بلانينج ماناجر والتاني بروداكشن كنترول معقدين جدا كلها أوتوميشن كلها روبوتس طب كيف هالشاب اللي إجا من 18 سنة على المصنع ما في عنده أي شهادة جامعية كيف هذا عبر الزمن صار رئيس مصنع اشتغلوا عليه بنوا المهارات طبعه وبنوا المعرفة طبعه خلال هال 18 سنة بس أول الشي ركزوا على القيم ونفس الشي مكدونالد أنا إذا بدي فوت ناس على مكدونالد ما فرقاني معي هدا عنده مهارة ولا معرفة بالنهاية بدربه خلال أسبوع بيصير بيقري بطاطا أحسن مني بعشرين مرة بس أنا بدي حدا عنده قيم عالي جدا لأرتاح معه بعدين العكس تماما لما بدي عم فتش على هاكر هاكر اللي هو هول بالسيكوريتي طبع الانترنت للأسف بقول أنه الهاكر هول كل يتهم ما عندهم قيم بالمرة بس كل العالم بديهم مشان يحموهم من ناس التانين للأسف رفقاتهم السيئين المواقمة مع المبادرات في عنا مبادرات سايكل الدورة تعريف تخطيط وهو بدنا نركز على دراسات الجدوى المبدئية ومن ثم بنعمل الدراسات المبدئة التفاصيل بس بدنا دراسة جدوى مبدئية قبل ما نعطينا الموازنة بعدين أطلاق المبادرة ومتابعتها والتقرير طبعها والتقييم وعادة بيكون عنا نحن ضعف جدا بالأثر نعطي هالملايين لهالناس لتعمل مبادرات ولكن كتير ضعف بالمنطقة لنشوف الأثر بعد 6 شهر بعد سنة هل يترى هالملايين هايدي نحن استفدنا منها ولا لأ هذا الضعف لدينا اليوم في عنا مبادرات بدنا نعمل فلتريشن لأيضان حتى نقي أين أحسن مبادرات بدنا إياها طيب شو ثلاث ديمانشينز هي هم هي يعني الخصائص المبادرات اللي نحن بدنا إياها في ثلاثة وأنا لاحزين عليهم واحد رابعة فكرة شو هن ثلاثة إذا عندي مبادرات كتير شو بدي أنا عهي أساس بدي نقي هالمبادرات اللي عندي هالسنة ثلاثة قيمة عالية يعني تأثير عالي قيمة مضافة عالية سرعة التنفيذ كل ما كان أسرعة بالتنفيذ كل ما بعطيه أولوية أكتر وإدي التكلفة التكلفة هي كبير الببل هاي دي الدويرة أنا اليوم بدي المبادرات اللي هن بهالربع هذا الربع الفوق اللي عائدنا اليمين شو هو الربع الرابع أنا مضطر زيده خصوصا بالخليج إديش موجود مبادرات بهال قسم مثل الـ IT مثلا بيكون عندهم مبادرات أكتر بكتير ما بيقدر يعملوا هالسنة بيطلع بزيد وربزيد ونعمال عمال بنهاية بيفشلوا بكل شي وعندك قسم ما عنده ولا مبادرة البالنسينج هذا ما موجود وهذا عندك البعد الرابع كيمة المضافة السرعة تكلفة وإديش موجود على الطبق وصحن القسم اللي هو ما بدنا نزيده لما هيدري يكله أصلا تقرير الأداب تقرير اللي نحب نطلعه هو جمع البيانات أعداد التقرير إجراء التحليل الكمي وهذا نطلع فيه على الأرقام ولكن كمان بدنا تحليل نوعي نطلع فيه على المشاكل على التحديات حتى الأرقام نحاول نطلع فيه أمور نوعية تطوير التقرير القائم على البيانات كمان اليوم بدنا نعطي ركومنديشن والمصادقة على التقرير قبل ما نطلع يعني عفوا أنا بطلع التقرير مسودي بنجتمع مع المستوى الأول والثاني بعدين بطلع النهائي فهمت علي ما بطلع النهائي قبل ما نجتمع بالاجتماع بده يتغير كتير أشياء ممكن أنا أكون غلطان بعض الأمور طيب كتير مهم أنه نحن كمان نعرف أنه عندنا مشكلتين بالمعلومات وعدم الوضوح الرجل وأنا اشتغلت مع الرجال قبل وعنيت جدا الرجل بيعطيك المعلومات لمشروع معين بالتقسيد مثل كان أنك راي على بنك وعندي كان عندي كتير عدم موضوح يعني بروح بدأ اشتغل اكتشف أنه ما عندي معلومات برجعله للمدير الرجل رايح جاي رايح تأخر المشروع بنفس الوقت لما اشتغلت مع واحدة اسمها فاليري بامريكا لما فطل عندها على الأوفيس كانت تقلي شو المفروض اعمل ولكن كمان كانت تقلي شو المشاكل اللي ممكن انا واجهها وما بس هيك شو الحلول لكل هالمشاكل اللي ممكن انا واجهها انا كرجل تعرفوا نحن استيعابنا للمعلومات ضعيف اصلا بقى اطلع من عندها من الغرفة مني عارف اصلا شو بدها نسيت بقى هون في عنا شي بالعربي يعني مثال بالعربي خير الكلام مقلة ودل يعني انا اليوم بدي طلع تقرير بدي طلع ايميل بدي طلع بدي ناكش بقلب اجتماع تخير الكلام مقل ودل يعني فينا نحن بس نركز على النقطة هاي دي بما يعني انه الرجل بدي ينتبه والنساء بدي تنتبه كمان على كمية المعلومات اوكي في بعض الاحيان بنعد مع المدير بيقال لي اذا ما انه مؤشر بتحكم فيه مية بالمية انا ما بديه بس ما بيصير يعني في كتير ما في شيء اسمه تتحكم فيه مية بالمية من هو موجود اصلا هالمؤشر بدك تعتمد على ناس موجودة عندك يا اما انت عندك يعني system up بقى اذا نحن منقول له عادة اذا خمسين بالمية تحكم حتهم حتو حتو واتك لعا خمسين بالمية تحكم حتو واتك لعا الله الياباني يعلمونا كتير اشياء بالامور التحليل الجزري يا اما من الا السمكة يا اما مخطط اشكاوا بدنا نسأل ليش 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 حتى نوصل لأمور الجزرية يعني اللي هي عادة ما بتكون مرئية ولا معروفة هذا اللي نحن بدنا نوصل له يا جماعة الخير حتى نقدر نتطور ولا لا طيب نظام كياس الادا خطة strategy dashboard كل من عنده روحة تبعيته ايام زمان لما كنت بورنس ونيون كنا يعطونا 6 شهر وكذا مليون دولار ونفشل لأنه نحط السيستم معقد وناس وات وrestrictions وإنفراستركشور غير ملائمة وكاين معظم السيستم يفشله طيب هلأ في عندنا كتير مزايا للأتمتي من تحليل الاستراتيجي عبر الانترنت توفير اطار تدرج الاهداف هدي من اله drill down توصيل الاداء المطلوب لجميع الموظفين يعني تمثيل مرئي الاستراتيجي مثل مثلا خريطة استراتيجية تشجيع الناس على المشاركة المعلومات وليست تكنيز المعلومات في ناس سبحان الله بيفكروا انه معلومات is power بيخلوها عندهم السيستم ما بيخلي هالشي يصير ليش بيقلك مضطر انت تتفوت بالسيستم نحنا ما نقرر ما نشوفها دمج التكنولوجيا بالثقافي التقرير الرسومي وغير وغيره طيب هلأ انا لاحيخدكن بشكل سريع ما بعرف انتوا هلأ شايفين شايفين هل الهيكل التنظيمي شايفينه قدامكن ياريت بس تقولولي هلأ نفوضكن على سيستم هيدا اسمه ممتاز هيدا اسمه kp.cloud هيدا شركة بي لندن واليوم في عنده 109 languages العربي واحد منهم اول شي بنبني structure متل ما شايفين هون عندك انت نسبة انجاز للمعشرات 123 بالتفاصيل وعندك نسبة انجاز المشاريع ناقص 2% بالمشاريع اليوم كprogress انجاز هلأ فينا بعد ما نحط الـ نروح مثلا على strategy ونبلش نحط vision mission value ونحط objectives ونروح نهنا على maintain ونبلش نحط المؤشرات المؤشرات اللي هي المعلومات اللي نحنا حكينا فيها الحقيقة شو هو الرابط بين المؤشر والobjective من owner شو هن المستهدفات الفعلي الوصف الفورمولا وغيره فينا نشوف نفس المعلومات بscore card انا هلأ لح اطفي هال key menu خلي المانيو التاني هذا شوفوا ما احلى يعني score card بالاطار بالهدف بالمؤشرات اللي هن بيرتوبوا بهدف معي كل من عنده انتاجه هذا اقول لي score card score card في شيء اخضر في شيء احمر في شيء اصفر هذا كمان في عنا detail تبع المؤشر انا اليوم في عندي مؤشرات كتير وبقدر انا شوف عبر الزمن كيف المؤشر كفعلي والline هو الهدف وبقدر انا اعرف كل التفاصيل بهالتفاصيل هايدي وبقدر حتى عليه تعليق وبعدها من attachment بقدر عليه صور بقدر انا اقول له معني بالامر يا ريت اتو assign task معاون اتو assign task مثلا اتو this do this mean امتل assessment sorry صار هون الهدف انا بس شوي اكتر اوكي وهون انا بعمل task او assign task لكل واحد ليتابع هالمؤشر وليلي شو عم يصير كل هالناس اللي بيشتغلوا بقدر تassign مع الهي وكل هالأمور اوكي كذلك الامر بقدر اعمل analysis بالويل انا هدا اليوم كل المؤشرات طبعي وكل الاهداف طبعي وكل المناظير طبعي وكل هيتهم بويل معين بقدر كمان شوف نفس المعلومات بالداشبورد اللي هو كل المعلومات طبع المؤشرات جميع بقدر شوف بدل ما اعمل powerpoint presentation بقدر اعمل presentation للمدير العام بهالطريقة ليش انا حتى هنقل على powerpoint بنجتمع عليهم بنشوف CEO شو مؤشراته وكل الناس اللي موجودين هون كمان شو المؤشرات طبعا في كتير اشياء تانية ممكن فرجيكم اياها بس ما معنا وقت في روبرتات كتير HR في appraisal في متابعة مشاريع في collaboration يعني ادارة النشاطات في tools كتير كمان واهمة منهم انه artificial intelligence اليوم بطل بدك شخص مثلي انا يقل لك شو هن المؤشرات فيك تروح انت على strategy وتكبس اللمبة على objective وتقل لل artificial intelligence يريد تعطيني مؤشرات العلاقة بال industry اللي هي tourism tourism وغير وغير وتعمل suggest وبيروح لل artificial intelligence ما بس بيعطيك اسم المؤشرات ولا اربع خمس مؤشرات اضافية بل لكن بيعطيك description تبعه وال percentage والقطبية وكل هذا بشكل مريح بشكل ثاني وعطاك الامور اللي هي العلاقة بالسياحة يا انت هون بتزيد ولما بتقول لا ما بدي اليوم انت بطل بدك اشخاص مثلي انا اللي يعطوك المؤشرات اوكي هذا مجاني لحضرتكن 14 يوم اللي هو keepy.cloud keepy.cloud انا اللي حط الwebsite هون keepy.cloud ممكن انتو تجربو اوكي 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 وهذا صار عنكن هلأ keepy.cloud هيدا من سريع جدا ثلاثة ايام تو امبليمنت و وزا مثلا شركة كبيرة خمسين شخص كلها هيت 8000 دولار بالسنة خلصنا اوكي لنرجع نحن هلأ على البرزنتيشن تقريبا خلصناها رجعنا على البرزنتيشن هيدا الاتمتي اجتماع العرض الاداء حكينا فيون هيدا تشغيلي وهيدا مراجعة استراتيجي كل ربع سنوي هيدا اوبراشنال هيدا استراتيجي ومقارنة معياري بالسوق مع الابتكار والافكار وهو العادة بيجتمع بهالطريقة هيدا الشهري بس بدك الشهر يكون قوي ليكون الاول ربع السنوي قوي بيصبوا كل يتم فيه بقلب الاجتماع بيكون عنا 15 دقيقة نفس البرزنتيشن نفس المصطلحات نفس الديكور ثلاث دقائق إنجازات خمس دقائق مؤشرات للأربع مناظير خمس دقائق للمشاريع واثنين دقيقة للتحديات خلصنا خمست عشر دقيقة سيستيماتيك واحد ورد تاني عندك انت كمدير عام عندك ست سبع اشخاص كل واحد عنده خمست عشر دقيقة صار عنا فكرة شو عم بيصير بالشركة في امتحان وشهادة اضافية اللي تلكم عليها اليوم اخوذة بمية واثنين 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 دولة بننصح كم انه تاخدوها بسعر نص خمسين بالمية إذا حابين ساعة بياخد تقريبا 34 سؤال كمان نحنا بنعطي كتير من الاشتشارات بنعطي من التدريب عنا كتب كل شغلتنا هي مؤشرات strategy وهذا اللي بنعمل وما بنعمل اشي بس نحنا بنعمل كل المنظومة خلينا على اتصال بلينكتين كتير بتشكر لكم على حسب استماعكم اليوم زورونا ب kpi megalybrary dot com وخلينا على اتصال هلأ في عنا حوالي عشر دقائق للأسئلة والأجوبة ياريت تكتبوا الأسئلة بالchat box وأنا بحرص على أنه جاوب كن عليهم كتير بتشكر كمان الاستاذ عدنان والمعنين بالأمر لوضعنا بهال لقاء الجميل ولأ نطرح الأسئلة بالchat box لنجاوب عليهم لا الامتيحان ممكن يكون أي نهار ما بيأثر أطلاقا أي واحد عنده سؤال يتفضل بالchat box يا أما كمان بالمايكروفون إذا ما بعرف الأستاذ عدنان ممكن يفتح المايكروفونات نعم 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 دكتور نعم بارك الله فيك جزاك الله خير نعم حبتنا الحضور نفتح الآن باب الأسئلة والمداخلات لما نحب أن يتواصل أو يطرح استفساما أو سؤالا للدكتور رشاد البارودي بارك الله فيه فبإمكانكم رفع أداة اليد ونرجو منكم أن تكون المداخلات يعني بسيطة وقصيرة وذلك لضيق الوقت معنا المداخل الأولى محمد تفضل أستاذ محمد أستاذ محمد تفضل أستاذ محمد تفضل معك الصلاحي يمكن عنده مشكلة بالمايكروفون أنا بأعتي نعم طيب ناخذ الدكتور أحمد تفضل الدكتور أحمد السلام عليكم مرة أخرى دكتور والله أنا بالنسبة لي لابد أثنى على المقدم يعني شيء من الهدوء شيء من المعلومات شيء من العرض شيء من التناسق في الشرائح يعني صراحة يعني محاضرة معلوماتية من الدرجة الأولى يعني جزاك من الله خير شكرا لك على هذه المحاضرة صدق أنت ذكرت ذكرت نقطة في بداية المحاضرة المهمة جدا اللي هي التخطيط وسط الفوضى اللي نحن بنعيش فيها وسط فوضى style of life اللي نحن بنعيش فيه الفوضى السياسية الفوضى الاقتصادية الفوضى الاجتماعية عدم يعني شابات المهشرات كلها الاجتماعية والاقتصادية وإلى آخره يصعب في هذه الحالة يا دكتور أن نرتقي بعملية التخطيط أنت ذكرت نقطة جميلة أنت كنت في اليابان لأن الانفيرومنت كلها معك هنا الانفيرومنت ضدك يعني فبيصعب جدا عملية التخطيط كيف ننشي ثقافة يعني يكون جزء من حياتنا إذا ما أصبح التخطيط style of life إذا ما أصبح ثقافة يصعب بعد ذلك أنك تتطبق على أي مستوى سواء على مستوى شخصي وعلى مستوى مؤسسي دي نقطة النقطة الثانية عملية التكيف سواء كان في المواشرات سواء كان في الأهداف والخطة أو في الخطة الاستراتيجية لأن إحنا صراحة في دول العالم التالي لدينا متغيرات كثيرة جدا يا دكتور كيف نجعل القطة وبالذات العملية بتاعة الأهداف والكيبي آيز كيف نخليها يعني تتغير مع الظروف لأنه ظروف عندنا متغيرة كثير جدا يعني تلو نظرت في الوطن العربي ونظرت في دول العالم الثالث المتغيرات كثيرة ما في ثوابت يعني كثيرة فكيف كيف نضع يعني هذه الكيبي آيز بحيث بأنه تكون الدابتبل مع المتغيرات الكثيرة بالنسبة شكرا جزيلا لك دكتور شكرا جزيلا لك دكتور أحمد أول سؤال أول سؤال دكتور ناخذ الأسئلة كلها أم نجاوض لا واحد لا واحد معلش مشانا للعالم تتذكر أيني هلا بالنسبة شوف بالنسبة للنهضة النهضة بدها تبدأ من لا في شك لا شك من فوق الهرم يعني الهرم من فوق أعطيك مثل أنا كنت أنا بسنغفور الشهر الماضي جماعة خلال 60 سنة أقل يمكن 50 سنة لما كان في عندك 4-5 أشخاص من كمة الهرم عندهم صدق وعندهم إيمان وعندهم تخطيط وعندهم 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 نهضوا بالأمة خلال فترة بسيطة جدا وصاروا أحسن دولة بالعالم نحنا اليوم مشكلتنا أنه بدنا نتأكد إن كان على صعيد المؤسسي ولا الوزارة ولا 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 الشخص اللي موجود فوق هو منظم يعني أولويته مزبوطين بيعرف يخطط بيعرف ينزل بيعرف يلاحق وهون شوية شوية مع الوقت الأمور كلها بتستتب أوكي هاي ساير رقم واحد ساير رقم اثنين على الأدبتابيليتي والأجيلتي اليوم نحنا عايشين بتعرف بزمن متسارع جدا جدا فينا نأخذ هالشي للأدفانتج لألنا كيف يعطيك مثال مثلا أي نيو تكنولوجيا تطلع أنت أصلا ما عندك نكتونولك تكنولوجيا قديمة لتقدر ترتقي فيها لجديد بقى الانستيليشن تبعي جديد أسرع وأرخص أنه أنت يكون عندك شيء قديم عم تحاول تغيره لأنه نحنا عايشين بالسرعة اليوم بقى هالسرعة عادي ممكن نستعملها لأدفانتج تبعنا بالنسبة للمؤشرات أكيد هون نحنا بدنا نحط المؤشرات اللي هي ممكن تتغير عبر الوقت يعني وليس أنه نحطها بأول السنة وندل عليها السنة لأخر السن رغم أنه أثبتت فشلها مثلا مشان هيك اليوم الأوكيو آر كتير مرغوب فينا أن سرعة التغيير في المؤشرات كتير سريعة ولكن فشلوا كتير عالي بالدول مثل السعودية مثلا لأن الثقافة لسه منا جاهزة للأوكيو آر الأوكيو آر اليوم عم نستعمل بجوجل بشبهه أنا بالموتوسيكل اللي طالع على الجبل بينما البالنس كور كارد هو الترين اللي عنده 12 محطة نحنا ثقافتنا اليوم بده ترين كيف وليس وليس أوكيو آر إلا إذا كان عندك ثقافي بتدعمها شي شكرا لك دكتور أحمد نكست هو مين أستاذ عدنان نعم معنى الدكتور حمز العلي دكتور حمز تفضل إياك الله دكتور سلام عليكم إياكم السلام ورحمة الله الله يزيق أستاذ عدنان محاضرة قيمة دكتور رشاد الله يباري فيك عندي يعني مجموعة توقات بدي يعني أحاول ساعد فيها أول شي يعني حتى يكون عندي تخطيط استراتيجي لازم يكون عندي مفهوم رأس المال البشري أسمى من رأس المال المادي يعني لازم يكون الهيومان أهم من الفاينانس إذا كان صاحب أو رأس الحرم في المؤسسة مو مغتنع بأنه رأس المال البشري أهم من رأس المال يعني أظن لا يمكن تطبيق أي استراتيجية ولا تنفع معه أي من المؤشرات الموجودة في العقل البشري أي ملاحظة كثير مهمة لازم نبني عليها يعني بنبني عليها أنه لازم نعمل أصلا يعني تغيير ثقافة أو تغيير بيئة لأنه يصير في شيء اسمه تخطيط استراتيجي في المنظمة مشان مشان يحسن يبني تخطيط استراتيجي وللأسف مثلا أنا بعيش في السعودية أكثر من 15 سنة عايش في السعودية للأسف 99% من المنظمات اللي دخلتهم واللي زرتهم اللي اشتغلت معاهم ما في أصلا يعني ثقافة تخطيط استراتيجي لنحسن نقول ولا نعمل تخطيط استراتيجي ولا نعمل السؤال الثاني وهو الأهم بالنسبة إلي هل هل المؤشرات قياس الأداء محتاجة أنها يصير فيها تغييرات بعد ثورة الزكاء الاصطناعي اللي صارت موجودة اليوم نحن يعني نعيش أمام ثورة صناعية رابعة ولحقيت الآن ثورة صناعية الخمسة بفارق جدا ضئيل يعني ما في سنتين الثورة الصناعية الخامسة طلعت مشان صحب بعض الأخطاء اللي صارت في الثورة الصناعية الرابعة فهل المفاهيم الموجودة هل يعني بدأت يعني الناس الأصلا المتخصصين بدأت يعني يواكبوا أدوات أو تطبيقات الزكاء الاصطناعي في تعديل أو يعني نعمل نسمي يعني تعديلات أو لازم يكون في تغييرات في يعني في فلسفة الكي بي آيز بالتناسب مع الثورات الصناعية المتلاحقة اللي عمل أيشا شكرا مزيدا الله يزيك الخير دكتور حمزة بالنسبة لأول جزء آآ اللي هو مرتبط آآ بي آآ يعني آآ 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 البطاقة المتوازنة آآ إذا تتذكر آآ دكتور نحنا قلنا اليوم بدنا يكون في عنا ريبريزنتيشن من الأربعة ومنهم اتنين هني فاينانشل وإيتش آر هيدا لحاله ما بيمشي وهيدا لحاله ما بيمشي أوكي رقم اتنين بالنسبة لآآ آآ تفضلت فيه أنه فيه تسارع فيه أدابتاشن بالسارع وشو هي اليوم عم نشوف أنه كتير من عنا اليوم مثل ما بنرجع أنه فيه ديستركشن وبعدين ديستركشن للموظف بقى كيف بين الموبايل وبين شغلات كذا بطل مركز أصلا آآ وهذا آآ عم تأثر عن تجيته بالنهاية اليوم المؤشر الجيد هو على المخرجات يعني اليوم بطل تركيز كتير المدراء على الأمور الممكنات بيقلك آخر الموضوع أنا بدي إياك تعمل هالمخرجات عملتون بساعة عملتون بحشرين ساعة أنا بدي إياهم آخر النهار وأصار التركيز أكتر على المخرجات هذا هو الحل للأمور المتسارعة آآ وهذا بتعرف الشغل عن بعد كيف آآ التكنولوجي الارتفيشل انتليجنس الممكنات كل هيدا عم تحقيقك أنه أنت تخرج آآ مخرجات أسرع بكتير وبقوالتي أكتر وبعدد أكتر وإذا كان المؤشر عليها أنت أمورك طيبة عندك كل التوزن اللي بدك إيها مشكوراً جداً على هالسؤال الحلو في لسه عنا وقت لناخد لسه آآ لست مونة نعم نعم دكتور إن شاء الله في يعني نحاول على عجال يعني مع المسمة أستاذ مونة عرفات فضلي مونة عرفات فضلي مونة عرفات فضلي سلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله سلام عليكم شكراً أستاذ رشاد على هذه المادة القيمة يعني أنا اشتغلت على القيادة التحويلية في مذكرة الماستر وجدت أن القيادة هي القاطرة أو هي الدافع الكبير لتحقيق أو لتطبيق سواء توفر كواليتي مناجمنت أو غيرها من المداخل الحديثة في الإدارة المتقدمة أو الإدارة الحديثة سواء الجودة أو التغيير أو وبالتالي دائماً هنا كما قلنا القيادة هي التي تقود وهي التي تدفع من خلال التمكين ومن خلال الاستثارة الفكرية ومن خلال الناس أيضاً مع علاقة الـ PMS بالـ KPI يعني Performance Management System بالـ K Performance Indicator السؤال الأخير يعني الاختبار بخصوص الحصول على الأخصائي الـ BSC هذه يعني موجود في الرابط الذي يرسل من المنصة نعم موجود حتى قدامنا بالشات باكسر اللي هو قبل الأخير رابط الاختبار والشهادة الموجود بالنسبة لأول السؤال لا شك أنه هو الـ KPI جزء جزء من الـ PMS الـ PMS هو المنظومة بشكل عام طبع الأداء Performance Management System وهنا ما عم نحكي System ك-IT System ولكن عم نحكي منظومة إطار بشكل عام هلأ هالإطار هذا لا يمشي بده بالنهاية مؤشرة بده مستهدفات بده تقارير بده كيادة مثل ما تفضلت اللي هي ضعيفة إجمالا نعم بيكون مثلا بالقطاع الخاص إجمالا مين اللي بيكون عم يدير المنظومة الناس اللي بيقرباء للمالك يا أما هو المالك ذاته يا أما الناس اللي بيقربولو وهال إجمالا يعني ما ضروري تكون كفاءة عالية فقط بيحكم كربهم من هالشخص هدا هن اللي عم يديرو الثقافي والإداء وكذا كذا هدا شي ما نمنيح رقم اثنين بالحكومة بالهياة الحكومية لا شك أنه في عندنا أشخاص عندنا كفاءة بس ما ضروري يكون هن الموجودين من فوق يعني أحيانا موجودين بس أحيانا معظم الأحيان ما نم موجودين لأن كمان هي اللي بتربط الوزير هو الثقة هو الولاء وليست ضروري الكفاءة اللي عم يتغير شوي شوي خصوصا بالسعودية أيام زمان هو الولاء الولاء رقم واحد وإخر الشي ممكن بيجي الكفاءة وكذا هلأ عم يشوف بالسعودية لا يعني أنت المفوض يكون عندك تنام مع بعضنا البعض بشكل أساسي هدا شي جيد هدا شي جيد نعم نعم بارك الله فيكم سعادة الدكتور رشاد البارودي على هذه المعلومات القيمة والرائعة وعلى هذه المحاضرة التي أتحفتمون بها فجزاكم الله عنا كل خير ونسأل الله أن يكتبها في ميزان حسناتكم كل الشكر لكم سعادة الدكتور وبرك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير نعم أحبتنا الكرام نقوم الآن إن شاء الله بشرح طريقة الحصول على الشهادة وكذلك طريقة الاختبار التي شرحها الدكتور رشاد إن شاء الله وأرجو من الدكتور رشاد أن يصحح لي المعلومات إن أخطأتوا بها نعم أحبتنا أن نقوم سوية بمشاركة الشاشة وكما يظهر أمامكم ندخل إلى محرك البحث جوجل ونكتب فيه منصة أريد العلمية فتظهر بالصورة الواضحة أمامكم ولمن كان عضوا في المنصة فبمجرد الضغط على تسجيل الدخول يطلب منه الإيميل وكلمة المرور أما لمن لم يلتق بعد بركب المنصة فبإمكانه الضغط على سجل مجانا من أسفل الشاشة فيتطلب الأمر بضع معلومات بسيطة كالاسم باللغة العربية والإنجليزية وكذلك بريد الإلكتروني وكلمة مرور وتأكيدها واختيار الدولة التي نحن فيها بعد ذلك نضغط على زر التسجيل فتقوم المنصة بإرسال رابطا على البريد الإلكتروني وذلك لتأكيد الحساب وأيضا يوجد فيديو مرفق ومبسط لعملية التسجيل ننتقل بعد ذلك إلى الصفحة الخاصة بالمنصة أو ما يسمى بالحائط ونختار منها نظام عليم للطرف الأيمن للشاشة نظام عليم ندخل بعدها إلى جميع أقسام نظام عليم التي تظهر أمامكم نختار منها القسم المحاضرات القادمة ننتقل بعدها إلى الأقسام التي أو المحاضرات القادمة نختار منها المحاضرة التي نحن بصددها وتظهر أمامكم بطاقات الأداء المتوازن ومكتبة المؤشرات العملاقة كي بي آي ميغان أبلاري نضغط على الرابط ننتقل بعدها إلى الرابط التسجيل طبعا قبل هذا يوجد هنا زر التسجيل نضغط عليه ومن ثم نحدث الصفحة فتظهر الروابط الخاصة بالشهادة نقوم بعد ذلك بتحميل الشهادة والتي تظهر بهذا الشكل هذا النموذج للغة العربية وأيضا هذا نموذج للغة الإنجليزية وأيضا هناك طريقة تعبئة الرصيد نقوم بالضغط على علامة الزائد من أعلى الشاشة من الزاوية اليسرى للشاشة فننتقل بعدها إلى طرق تعبئة الرصيد وهذه الطرق لتعبئة الرصيد خاصة بالمنصة وليس لها يعني لا تستطيع أن تشارك بها عن الاختبار وأيضا وضعنا تم وضع الرابط للاختبار والرابط موجود في صندوق الدردشة وتم أيضا جزاه الله خيرا دكتور رشاد يعني حصم 50% والشهادة كانت بـ 45 دولارا أصبحت بـ 22 دولارا ونصف وطبعا هذا الاختبار خصائي بطاقة الأداء المتوازن المعتمد وبإمكانكم مشاهدة خطوات وتعليمات الاختبار وطريقة الدفع أيضا والاختبار لا يتطلب أمرا صعبا فبمجرد الضغط على البريد الالكتروني وأيضا الاسم وطريقة الدفع وهناك 34 سؤالا ونحتاج إلى معدل نسبة نجاح بـ 70% أي نجاوب على 24 سؤالا من أصلي 34 وأيضا إذا لم ينجح الشخص الذي قدم على هذا الاختبار بإمكانه إعادة الاختبار بعد أسبوعين ويسمح له بأربع محاولات وأيضا للاستفسار أكثر هناك بريد الالكتروني يتم التواصل به معكم إن شاء الله ننوه أيضا أحبتنا الكرام طبعا بعد ذلك نخصر على الشهادة بهذا النموذج الذي يظهر أمامكم وأرجو أن تكون هذه المعلومة صحيحة إن أكدها دكتور رشاد بارك الله به صحيحة شكرا أستاذ عدنا بارك الله فيكم دكتور أيضا ننوه أحبتنا الكرام إلى أن المادة العلمية أو الاختبارات إن شاء الله ستوضع بالصفحة الخاصة بالمحاضرة وهذه هي الصفحة الخاصة بالمحاضرة ستجدونها هنا إن شاء الله جميع الملفات التي أرسلها لنا دكتور رشاد جزاه الله عنا كل خير وأيضا أحبتنا الكرام ستجدون إن شاء الله التسجيل لهذه المحاضرة مرفوع على القناة الخاصة بالمنصة على اليوتيوب والتي تظهر أمامكم إن شاء الله سنقوم برفع تسجيل هذه المحاضرة على الصفحة الخاصة بالمنصة على اليوتيوب لمن أراد أن يستفيد ويستزيد من المعلومات نعم أحبتنا الكرام نصل سوية إلى نهاية هذه المحاضرة القيمة والتي نشكر بها الدكتور رشاد على هذه المعلومات وجزاه الله عنها كل خير ونلتقيكم إن شاء الله غدا في ثاني أيام أسبوع التخطيط الاستراتيجي للأفراد والمؤسسات إلى ذلك الوقت نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته